السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام ومستمعياتنا الكريمات مرحبا بكم في حلقة جديدة من بوضعات بسرعة ودائما كما عودناكم ضيور مميزين وموضع متنوعة اليوم معنا ضيف خاص بحكم الطبيعة المكان لره فيه وهو شعيب حمروش من هو شعيب؟ شعيب مطور برمجيات باليابان لدى شركة تيليا لابس الكندية المختصة في تصميم برمجيات لمجهة عالم الطباعة وتصميم شعيب هندسة كاربائية ويكتونيك بما حد بحاليكتونيك موبردس الجزير إليليك أي جي إي منظرك بإكس إليليك ليعرفوه ثم اتقل بعدها إلى جامعة هيروشيما للحصول على ماستر بالحسبة اختصاص كمبيوتر فيجن أو رؤية عبر الحاسوب عمل شعيب بعدة شركة كبرى بليابان في مجالات مختلفة مثل تطوير خوارزمية رؤية للروبوتات أو دعم تقني الزبائن أو تصميم وجهات برمجيات لشركات صناعة سيارات والمفوت الضيخ الكريم بتاعنا نبدأ معطاها ومقضي مخفيفة ونبدأ الحظة تعالى إن شاء الله سلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكناة ومستمعاتنا كلمة مرة أخرى شكرا لكم على وفاكم فتكس كسران إن شاء الله اليوم مع شعيب رحين نحكو على كما سماها شكيري كوكب اليابان إن شاء الله نحكو على حويش اللي متعلقة بتكنولوجيا في اليابان إن شاء الله وعلى تجربة أخونا شعيب أنا دايما كنت نتخيل باللي إحنايا في العالم العربي لعبنا بشخصاري في اليابان حتى إن شكيري درنا هذيك الخواطر تعوى لليابان فاكتشفت بلي اليابان كوكب واحدون ما نعرفوه فاليوم نحاولو أننا نكتشفوا اليابان أكثر مع أخونا شعيب عن طريق نظرة جزائري عايشنا ما وإن شاء الله في القسرة هذه رح تكون عادنا تفاصيل أكثر رح نحاولو أننا نطرحوا أكثر قدر من الأسئلة به نعرفوه شكرا جزينا على إيجابة الدعوة شعيب شرفتنا بحضورك كلمة أولى شكرا أخي طاها شكرا زوبير شكرا للكم على هذه الدعوة بارك الله فيكم على هذا البرنامج هو سعيد جدا بتواجد اليوم معكم ربي أحفظك شعيب شعيب دايما نحب نعرفو كيفاش حتى ضيفنا مشاف المجال اللي راح مشافه هل ممكن تحكينا كيفاش حتى خيرت المعهد لنيلاك وكيفاش حتى بعد مشيت اليابان كيفاش خيرت اليابان كمهندس مقارنة بالاختيارات يعني نقوله ممكن كجزائريين ولا كمغارب نحن في المغرب العربي نختاره هي أوروبا عادة أو أمريكا الشمانية فصميم صح بسم الله الاختيارات كلها بك راح نحكيه بس ولكن توضح في الأخير اللي كان صدفة عامل كبير في تحديد الاختيارات هذي فأولا في التاناوية التاناوية أو حتى قبل التاناوية كان نسبيا عندي توجهها للهندسة بشكل نعام على الرغم أنه ما نعرفوش حاجة كبيرة عليها بحكم في الوقت يعني ممكن ما كانش حتى انترنت أو يعني الظروف الموجودة حاليا في هذا الوقت ولكن كنا نشوفوا أمثلة كنا نشوفوا ناس أكبر منا كنا نشوفوا شي صراف تليفيزيون كنا نشوفوا التكنولوجيا والرايا باصلة فكان عندي ميول الهندسة واحد ثانيا لما وصلت للباك وتحصلت على الباك المعدل يسمح لي باش نقرأت أقريبا أي تخصص نرغب فيه بعد 2004 فكنت شوية محتارة واش عنا في الهندسة في الجزائر كي نشوف الكتالوجة التي يعطينا في مرحلة الاختيارات واش كان عندك بحكم أني حاب نروح هندسة فمدابية نروح مدرسة علية لتقدم هذا الخصص وشفت أنا شخصيا في هذا الوقت شفت بولي تكنيك مدرسة الوطنية المتعددة التقنية كانت باللي ممكن جد نتماشى معه واشراني نحلم به كنت نشوف تاني ليني رغم أني ما كنتش مولع بالبرمجيات كنت نخلط في الحاسوب كما أقراني بس صح ما شي شايفها في الوقت هذات مني شايفها باش تكون تخصص كما ممكن فيه تعالى قمتوا شغل تخصص لي ممكن أن نروح نصلح به لبي سي تيلفونات في المستقبل يعني الحمد لله أنا الوالد تاعي رحمه الله هو في الأسرة التعليمية يعني هو كان مساعدة كان وراق بالعام حتى في اللي سيلي كنت نقرأ فيه وكلش وكنت في تعليم مدة طويلة فعنده هذيك الحث الكبير على الدراسة أو تعرف يعني كده نشأ في أسرة تابعة للتعليم فيكون الضغط هذا تعالى لازم تقرأ لازم تقرأ لازم كذا فوقف عليك في كلش ولكن في مرحلة الاختيار خلاني حر بشكل خوف فما أعطانيش حتى وش حاب بني نقرأ هو نشوف الآباء كثير يفرضوا على الأبناء مثلا يروحوا الطيب أو يروحوا هندسة أو يروحوا في مهد القبيل وكنت محظوظ عندي أخي أكبر مني بساناتين فكان عنده تجربة في الجامعة كان يقرأ في الجامعة كان يحضر شهادة مهندس فقال ليع لاش ما تروحش بهذه اللي نعلك رايت بند بلاصة يقرأ فيها هندسة وهي مصنفة كمدرسة أو مدرسة بوم والحاجة الخاصة أنه قد مدرسة باللغة الإنجليزية فممكن جدا فيها آفاق في المستقبل فقط هذه المعلومة اللي عندي ها ندرتها كخيار اخترتها وفي الفترة هذيك تعني السنة في التسجيل ممكن حاليا معروفة شوية مدرسة بومرداس ولكن في الوقت ذلك ما كانش معروفة كانت يسقسوك الناس في بعض الباكالوريا الناس يسقسوك وش درت اختيار ولوش أعطاهوك اختيار فوصلت حتى نحشم لنقول رح نقرأ هندسة كهرباء وإلكترونيك تبان لي تباني واحد في الفاميليا هذي أنيك ضغط حقيقية قال لي وش رح تقرأ قلت له كهرباء آه قال لي تريسيا أوكي طفلو تريسيا هذيك هي تريسيا حتى الثاني علام ألي يحسبوك تدير فوتوكوبيا عنك أو تخطيب سيبار صح ضد 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 بينما في الحقيقة شيء مختلف جدا بتبدلت النظر على كل حال مؤخرانية المجتمعات لكن في ذلك الوقت ما نحكوش منه نحكوش منه وقت عام 2005 2006 2004 2004 2004 كانت غير مهروفة تماما وبعد ما التحقنا في الجامعة هي تجربة جميلة المكان مليح واضح أنه كان عنده تاريخ وكانوا محافظين شوية على الليغاسي تحاولوا يميلوا إلى الطريقة الممكن الأمريكية أو شيء من هذا القبيل نشفى حتى خصوصا على مستوى التكست بوكس اللي كانت موجودة في الجامعة أو المكتبة بشكل عام وتوفر الكتب بشكل كبير جدا كتب الإنجليزية فهذه حاجة مليحة لا يبينيش حاليا كيفاش ولكن نتوقع أنه زاد تحسنت أأمل أنها تحسنت أكثر والأساتذة كذلك مستوى لا بأس به مستوى عالي ومستوى سواء اللغة أو المادة العلمية هي كان شوية لطار على أصحابنا لأنه في البداية كان لازم طالب الجزائري موجه بشيروح من الجامعة ويقرب اللغة الفرنسية قليل تلقى طالب في وقتنا مش حاليا متحصل على الباكالورية ويعرف مثلا أن يحكي إنجليزية أو يفهم إنجليزية كانت صعيبة شوية حتى الطالب المتفوقين ما كانش عنها متحكم في اللغة الإنجليزية ولهذا السبب كان السنة الأولى معظمها تكوين لغة إنجليزية السمستر الأول نظن 100% لغة فقط والسمستر الثاني يدخل بعض المواد الأساسية مثل algebra, analysis, physics الأمواد الأساسية على الهندسة تعجب المستارك بالإضافة إلى الإنجليزية التقنية هل في رأيك ستشهر ذيك كانت كافية أنهم طالبين يرفض الواحة بحيث يؤديهم دروس بالإنجليزية هي صح ستشهر ممكن تباني أنه فترة صغيرة ولكن intensive course يعني تقرأ يوميا ست ساعات خمس أيام في الأسبوع مانيش متذكر أرقام بالضبط ولكن حوالي 30 أو 25 ساعة في الأسبوع في المدرسة فقط بالنسبة لها يعتبر كافي بالإضافة إلى لازم تدير مجهود وحدك لازم تخرج وعندك يعني عندك الأكسس للمكتابة في الوقت ذلك مكاش إنترنت بزاف ولكن يعني كاين ماشي الدرزة فأنت مطالب أنك توصل المستوى وأنا لاحظتها أنا شخصيا كان المستوى تعي ماشي ضعيف متوسط قريب إلى الجيد سيدي فبعد ست شهر تحسن بشكل كبير يعني صب وليت نقدر نحكي على أقل ولكن لاحظت حتى الطالبة مثل النجا بدون مستوى خليني نقول لما كانوا مركزين على اللغات في مرحلة ثانوية معظمهم يعني أصبحوا لا بسمهم على الأقل يقدروا يكملوا الدراسات بالإنجليزية ونعرف نعرف ناس مسحابي بزاف من الوقت هذا اللي بعدين بعد التخرج يعني راحوا ديروا كاريير اللي راح للخارج اللي راح لخدم في الصحراء في شركة أجنابية فأنظن كانت كافية كانت مليحة صراحة أنتك من اللغة الإنجليزية كان مليحة بعدها يعني بعد ما كملت بقيت في الجزيرة أو خرجت مباشرة الهنا نبدأ نتراجع شوية في الخيارات يعني بدينا بدينا نحضره في مشاهدات الهندسة في الإلكترونيكس والإلكتريسيتي مع حول السنة الرابعة احنا كان عنا ثلاث سنين جدع مستارك نقرأوا كامل كيف كيف ومن بعد في السنة الرابعة يصرأوا بعض التخصصات أنا خيرت في هذا الوقت لأنه كيف كيف يعني كانت مجرد أنه كانت هي ممكن بالنسبة للمدرسة فكانت زعماء طلب الأوائي اللي خيروها فتقريبا هذه ويعني شخصيا كان يعجبني جدا مليح الاختصاص بزافة اليومين هذا تخصص مليح تخصص مليح واللي كانوا فيه خصوصا بروفيسور حريش اللي قررنا الالجيبرا ونون الالجيبرا وفي البلويتار كان رائع جدا حببني في التخصص وفي المادة فحبيت نكمل معاه ولكن بعد بدأت نشوف شوية المستقبل تقرب نهاية طور تخمم مشرحة دير بعد ما تكمل جزائر تخوف شوية بعد التخرج لو تتخرج والجزائر وما عندك بلانز فتخاف خصوصا إذا درنا بعين اعتبار أنك من كان فيه عمرك خمسة أو ست سنين وانت مشغول دائما مشغول دائما ركعين روض في مكان وعندك الكالندر الموجد ففي نهاية طور تلقى روحك رح تواجه فلازم تخطط تجيك برقة العسكر ثاني يعني يقول لك والله ففي سنة رابعة وعني هذه ثانية من مزايا المدرسة الكهرباء والالكترونيك فيها بزيادة عن القرية موجودة في أي مكان ولكن مع عدد الدراسة كان كان كوميونيتي وكان كان أتموسفير جو كان جو كان جو رائع فمثلا إفانت هذو تعمل مثلا شركات كترولية اللي كانوا يجو شركة هذو الكبار يعني بيرجي وبيكر هيوز جمعة كانوا يجو يديروا مش عارف يديروا بلك هايرين إفانت ولا حتى إكزيبيشن ومش يغيرهم يعني حويش بزاف حويش بزاف في إفانت كانوا يسرعوا كان كان فعال شوية الجماعة كانوا يقرعوا في السابق في المدرسة كانوا على علاقة بالمدرسة وكان كان تواصل موجود ما بين الأجياء المسبيين فيخليك تدخل يعطيك شوية نظرة على المستقبل بحلول سنة الرابعة لازم تخير وش راح تدير أولا بقيت روحي ممكن بمحدث صدفة ممكن مجانب كريوسيتي بقيت روحي حكمت بروجيت فاندي تويد في الإيماج بروسيسين والله هي ماشي هي ماشي هذا هو التخصص الأساسي اللي كنت نقرأ فيها ولكن يعني سيجنول بروسيسين إيماج بروسيسين متقارب لأمر بعدها صارعا نحكيه على أندرغراد هي من ناحية الكنترول تيوري لا 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 علاقة بالكنترول تيوري لا علاقة تروح أكثر يتحبه لك كمبيوتر ساينس لا بصح أنت كي مشيت فيها مشيت فيها من أجل كمبيوتر فيجين من أجل الحواسيب ولا من أجل الروبوتات ولا من أجل تطبيق تاحها يعني كي تقولي كمبيوتر فيجين لحسب تطبيق تاحها يعني نحكو في 2008 2009 صح 2009 صح تربص تاح لا لا للأسف ما درتش تربص ما كانش عندي الفرصة باش ندير تربص وما كانش وين راي ندير تربص بالصح التطبيق تاح المباشر كان image recognition و 3D reconstruction أنا عملت شوية على medical image processing خليكم التخصص التخصص لا علاقة على انسى إلكترونيكس انسى control systems مجرد بروجي يعني اللي ياخد حوالي سنة وفيها بداية التعلم في الكمبيوتر ساينس بحد ذاتها يعني فيه ون بدينا نتوشي نقارين أكيد algorithms و data structure كما تقريبا أي مهندس لازم يقرأ على حساب الفكرات هي على أقل ولكن تطبيق ما كانش تطبيق في الواقع تطبيق فقط البروزي والبروزي هذا كان عبارة عن في النهاية مجرد فرادية كيف تطبيق 3D أوبجكت 3D أنجين تطبيق خيالية يعني وبعدين وصلوا لها ممكن ولكن أنا خدمت في الميدان نعم نذير ما نجبناه وفكره كان في 2006 و كان يخدم على لعبة تحلم تي بي في المدرسة المدرسة أخدموا يخدم حجرة تدور البروزي تقدر تخدمها بيونيتي 3D أو بأندري الأنجين سهلة تتخدم يمكنك الوقت يخدم فيها C++ أوغر 3D وكذلك حسرة تكتب أمك سمين ثاني تخشين وكذلك كيف تدير الروتيشن والترنزليشن والماتيماتيكس والبيكسل لا أتكلم عن الضو والشيادر أو الحكاية صح هناك مستمع لا تنسى بالوقت كنا نخدمه كثيرا كثيرا أو كثيرا كان كثيرا المهم ومتسهل الحال وتخرج للموضع سانة نتخرج فيها نهاية 2009 قبل التخرج تداخل الأمور لازم يسرع أوفر لابدهما فبديت بانت لي عندي خيارين نحاول نلقاعد حقد عمل مع إحدى الشركة الأجنبية اللي كانت متواجدة في الجزائر أو حتى خارج من الجزائر ولا نحاول نروح للخارج ونجرب حظي خروج للخارج من أجل الدراسة أكيد دراسة راه حافز كبير باش تخرج للخارج ولكن في نفس الوقت بالنسبة لنا كطالب الجزائريين هذا كل وقت خصوصا كان يعتبر مفتاح باش تخرج للخارج بوضعية مليحة وممكن بعدها راح تكتشف أفاق أخرى فتقيبا كان هذا وضع أنا مسيت في الاتجاهين بكل صراحة لأنه لازم تلعب على الجباهات كاملة لازم تحاول توفر أقصى فكنت نمشي بالاتجاه للبحث عن العمل وكان شوية العوام هادو كان شوية ناقص سوق العمل كان حابس شوية في نفس الوقت ممكن تحاول تروح للخارج وشكاين لازم نحاول على سكولورشيب هذه رقم واحد إذا ما عندك سكولورشيب راح الأمور تصعب جدا مع هذا سكولورشيب ممكن تحاول تروح لفرنسا بحكم أنه العلاقات اللي عنا مع فرنسا وتواجد الجزائري ما ممكن نتخيله أنه راح تكون نسبيا أسهل من أنك تروح لبلاد واحد أخرى تلقى فيها روحك وحدك على الأقل مانيش نقول سهل وشكاين سكولورشيب المعروفة كان مش عارف إذا مازال موجودة كانها وحدها نظن في ألمانيا أو هاي الدولة في ألمانيا كان عندهم يسموه الداد نعم بالضبط هذي تروح لفرنسا بساحة هذه الداد بكريمة كاتشكين المعلومة هي كان باش يقبلوك هي سهلة ووعرة سهلة لأنه مقارنة بفرنسا أهم حاجة أنك لازم تجيب قابول لتعال أستاذ في ألمانيا يعني ما تعقبش على كامبيس فرنسا وسبعملات ألف يعني تلقى أستاذ في سبي والله جامعات قبلك تدفعها وتجبيها فيزا ولكن كانوا يطلبوا منك 8000 أورو إلى 7000 أورو هذك الوقت تحطها بلوكي كان ياسر الناس المعندوش 8000 أورو يحطها بلوكيها لمدة عام مثلا كانوا تعرف كانوا يجيبوه في كامبيس فرنسا ينفخوا بها الآخر يخرجوها ولا يدي معه يقول ما يعيش مع الأول لكن من هذو 8000 أورو فهذا كان عائق وكان عائق اللغة كانوا كيما كنت انت هذا الوقت الناس بكتستعرف الإنجليزية كما ذرك كانوا مستوى دراسي وكانوا بالألمانية يجبوه على 6 شهر ألمانية فما كانوا شي عارفوها ياسر الشوح المعلومة نذك وقت عبدرتها ولكن بعد بدلت فمعلومة كانت ناقصة ناقصة جدا معلومة ناقصة بشكل مخيف حدوك نحكيه بعض القصص بعد وباش تلقى واحد دارها قبلك يا حصر حوزت بزاف نفس الشي حوزت بزاف فصحا ما قدرت تشار مع بليكي وكانت كائنة ثانية فول برايت نظرنا ما زال موجودة داع أمريكا أنا قبل بسنتين كان واحد طالب في نفس المعهد اللي كنت نقرأ فيه وسمعت أنه رح لليابان هذي المعلومة قلش ما لا نرح هذي المعلومة اللي عندك يعني ضب الراسك على الأقل تسمع بالليغة هي آه كائنة إمكانية ثانيا كيف كانوا ينصروا هذي أنا في النهاية جدت منحة ماكست هي منحة المينيستري أوف ايكنولوجي هذيت على اليابان أو لا تعمل؟ على اليابان نتفكر بالليل السافارة كانوا يديروها ويديروا وقيلة يديروا كونكور وثلاثة اللوالة يدهم لا هذيه أربعة اللوالة ايه أنه عندي أصدقاء داروها وكان واحد راح كان يقال معانا في الوقت كان بزاف ناس مليني يعني نعرف بعض الناس كان نعم هو الكونكور الذي يديروها في السفارة اليابانية وكان الوقت هذا كان نشره في الجريدة يعني أنا هذروا شوية قبل الانترنت هذرك أكيد رامي نشرها كتلقاها بارتو موجودة ولكن كانت نشر في الجريدة باللي رامي يفتحوا الكونكور في الوقت بما أنه نعرفوا باللي موجودة دي ما كناش نسنف في الجريدة أو نشرح حاولنا نتاصلوا بالسفارة ويعني فعالين ما شاء الله سواء اليابانيين أو حتى الجزائريين اللي يستعالوا في السفارة اليابانية في الجزائر كانت تسهيلات ما شاء الله ما كانش ما كان حتى مشكل في مرحلة التسجيل أو كل شيء هي سؤال شعايب هل اليوم المنحة ما زالت متواجدة وبنفس يعني نفس الامتحانات هل يمكن تذكرنا الامتحانات اللي كانت فيها ولا الامتحان اللي كان كان فيها صح هي المنحة يسموها ماكست M-E-X-T ماكست سكولورشيب أو يسموها مونبو كاكاكو شوتيني باللغة أهم ومترجم باللغة الأخرى هي وزارة التكنولوجيا والعلوم اليابانية هي توفرها لدول العالم كلهم ممكن في بعض الدول غير موجودة ولكن على الأقل في الجزائر موجودة وكل عام يختاروا ربع طالبة مش عارف إذا بدلوا ولا ولكن حتى مؤخراً شفت كانوا يجوا كل عام ربع طالبة من الجزائر هي تسجيل فيها أكيد في التواريخ راني ناسي ماهنيش عارفت دي طائفة ليحب يروح لازم يعود يدخل برك للسي تاهم راح يلقى المعلومة في الدول لكن يكون تسجيل في الأول كان سكرينين سكرينين من الملفات اللي يبعثون لهم الناس فيختاروا مش عارف نسبة معينة ممكن جداً الاختيار في ذلك المرحلة راح يكون على على مستوى كوشوف النقاط على مستوى السيدي بشكل يعني ومن بعد ورأى أكيد امتحان كتابي في اللغة الإنجليزية لمعرفة اللغة الإنجليزية فقط أو اللغة اليابانية ولكن امتحان اللغة اليابانية غالباً ما كانش ليجتازوا لأنه هو اسمه optional مش شرط وعارفين بل ما كانش ليجعف لغة اليابانية في بلاد كيمالجازير سعيب شوية بعد الامتحان يختاروا يعني يدلوا نقصوا شوية من الناس اللي قبلوهم في البداية وبعد final اللي هو الأساسي والي هو أهم حاجة هو panel interview اللي يكونوا موجودين فيه ممثلين دبلوماسيين من هذا الوزار أنا هنتذكر في الوقت هذا في الامتحان الكتابي كنا حوالي عشرين خمسة وعشرين مقدم على الامتحان ومن بعد مش عارف بالضبط كم واحد اختاروا يفوذوا الانترفيو ممكن عشرة أو تقريباً وفي الانترفيو يكون لازم تحضر مليح روحك الانترفيو لانه راح يسقسوك عندك توبكس يعطوهم لك من قبل توبكس يتحكي فيهم هو ريسارش برويكت اللي تحكي على الباقراند أكيد ريسارش اللي عملته في الجزائر أولاً وان وصلت فيه والريسارش بلان يعني هي منحة بحث؟ منحة هي الماسترز والبيتش دي نعم كان موجودة منحة الاندربراد ولكن ما سمعت بحتة واحد راح يعني متذكر والله الوقت اللي قدمتنا عن المنحة كان واحد تلميذ متفوق جداً ممكن ملق أوائل في الجزائر على مستوى الباك وكذا وكان بالك أراضي جاعم في الجامعة يعني ممكن أحسن تلميذ تلقاه في الجزائر ولكن مقدرش يجيب المنحة لأنه تقريباً ما يمدوهج الاندربراد يحتاجوا لازم يكون عندك تكون عندك تكون عن ديبلوم ديجا سواء مهندس أو أي شيء آخر أي تخصص آخر وتروح تكمل الباست براديل يعني تروح تكمل ماستر أو بيتش دي في اليابان ما شاء الله يعني من الحملية في كل الجوانب أولاً في تسهيلات باش تسجل وباش تقرأ في اليابان فيها تسهيلات هي كينا حاجة برك لازم يكون في وقتنا كانت المعلومة شوية ناقصة فكانت شوية مشكلة فيها لأنه لازم تجيب قبول وحدك من مخبر يعني من عند أستاذ في اليابان وهذا ماشي حاجة صعيبة على كل حال لأنه عندك عندك أكسس لكل جامعات اليابانية وكل عندهم حقين إيميل تعمل وجود فأنت ما عليك إلا أنك تدخل وتعمل يرحم مورك يعني تدخل تدخل الجامعات كامل تشوف وإن كانت خصص لي ممكن يساعدك أنت تشوف المخابر هذو كي راهم ينشروا يعني مثلاً كمواضيع يرام يخدموا عليهم فلي تشوف حاجة مناسبة بالنسبة لك تتصل بالأستاذ هدك أو بالجامعة هديك عندك نسبة قبول طالعة جداً لأنك يعرفوا أنك ممول فما راحش تكون لايابيلتي بالنسبة لها هدي مهمة جداً لأننا هدروا على رأس مالي أدرك طالبوا مولي أني ما راحش يدفل لي مشاكل يعني راح يجي راح يدفع يعني الوزارة هي اللي تدفع له الفيز رسوم الدراسة وما راحش يكون مشكلة بالنسبة لها ما راحش يحتاجي عمل مثلاً ولا راح يتغيب على الدور هوس ولا كده أكيد راح يجي يقرأ فقط لأنه موفر لكل شيء من هذا الجانب فاتصلت بعد الجامعات حبيت نكمل بأنصير كما في موضوع البحث اللي عملته في نهاية الهندسة حبيت نكمل في الكمبيوتر سايينس كمبيوتر فيجن بحكم أني كان عندي شوية عملت شوية background خلال هذا الوقت فكانت بلي هو الموضوع اللي ممكن نشتغل عليه ونقدر نعمل فيه ريسيرش فلتحبت بجامعة هيروشيما باش ندير الماستر أوكي باش نجاوبك على سؤالتها ما قاعدش في الجزائر هي فترة ما بين التخرج وما بين الضحاق بالياضان كانت خطوات كثيرة واخدت شوية وقت خدتي تقريبا سنة في هذه السنة جربنا شوية بيطالة في الجزائر نعم مليحة تجربة جميلة جدا يعني بيكون صراحة ما كنت مية بالمية بالطال ولكن كنت شوية free يعني كان عندي الوقت باش نحاول نتعلم بعض الأمور حاولت نتعلم شوية لغة مثلا اليابانية بحكم أني نسبيا عارف بلي راح نروح في العام الجاي في اليابان وشوية راحة شوية كده أجربت أني قريت شوية تلاميذ الباكالوريا رياضيات والفيزياء في شغل الوقت ولأنني ممكن كأي مهندس نحبه نحبه نعلم تاني عندنا فينا ذلك حب التعلم والتعليم كنا استضفنا أيضا ضيف عنده نفس تخصص وأيضا ثاني كمل في التعليم ممكن حب التعليم يكون عندنا كمهندسين نحبه نعاوده نمده كمهندسين نعاوده نمده واشتعلمنا صحيح في نهاية تقريبا قبل ما نروح لليابان بدعة أشهر شوف يعني الصدفة جاءتني فرصة عمل كانت تعتبر بالنسبة لي قبل ممكن قبل سنة كانت تعتبر واحدة من الأحلام فرصة عمل في شركة كوبرا البترول وحتى تروح خارج الجزائر يعني كانوا يبدو بزيف تكمينات خارج الجزائر نظر نزوبير واشتعلم في الضمان يعرف شوية هو كان حسيت روح يرفضت حاجة لأول مرة ممكن في حياتي حاجة كبيرة بالنسبة لي نرفضها وكان الخياره صعب وفي نفس الوقت سهل لأني خلاص كنت مصمم أني خلاص خلي كل شوش في يدك وروح ويعملها ربي حال إن شاء الله بعد نشوفه شي صعب خاصة أنه تحس بالله هذه المنحات على اليابان هي الحاجة اللي رايحة تروح لكم بعد ولا ميش الفرصات سعى الشركة صح، خاف ندم عليها خاف ندم عليها ممكن أكتر من خوفي أني ندم علي مستغلش لأنني ممكن تشتغل في أي لحظة ولكن بس تعود ترجع بالميندسيت بس تروح بقراءة وكذا لازم تديرها متى صغيرة ولا راح تكون سعيدة ممكن حكينا في الفداية على شقيري ونرجعها شوية جوك هنا واحدة من التحذيرات قبل أن نجد اليابان أن نشوف برنامج لأن البرنامج ذلك خرج في هذه السنة خرج في 2009 أو 2008 وأنا رحت اليابان 2010 فكان كأنه تحذير تربص خليني نشوف هذا اليابان كيف صح لقيت وش كن يحكي أو كن يزيد عليها؟ هو بيناتنا يعني باش من قطعوه بزاف ولكن كن يزيد عليها شوية حتى نبال يزيد عليها شوية هو باش نكون موضوعي في النقطة هو صور الجواني بالأملاح وركز الكاميرا عليهم لكن لا كان شيء يقدب في نفس الوقت لا كان شيء يقدب لا يوجد شيء غير موجودة في اليابان ويصورها لا أعرف بعض الأمثلة مثلا تصور الباركينغ الأطماطيكي الذي كان ذكره تدخل السيارة ومع ذلك تقلب روحة وحدها هو موجود في اليابان ليس باركينغات في اليابان الليزار اليابان يعرفها بارك الله فيك بارك الله فيك أحواج بزاف كان بعض الأمور فيها مغلطات مهندس نظافة ومعلباليش كان شوية مغلطات ممكن ولكن بشكل عام اليابان بلاد تلاحظ أن تطير هذه النظافة خلينا ما نروحوش للكورنر كيسس أكيد كان من صفتور انجينييرز وليس نشوفوا كورنر كيسس على بالي ولكن بشكل عام كطابع بجمالي بلاد ناطف جدا في نفس الوقت الناس أوكي ناس بلاح كما نقولوا احنا باللغة لا تلاحظ أنه كان عنصرية على الأقل ما تلاحظهاش كينا أو ما كان شدك سوء الوحدة أخر ولكن ما تشوفهاش مستحيل شوفها بعينك وزيد عليها في الأواخر 2010 سافرت في اليابان بالأول مرة نسافر خارج الجزائر تاني بسا يعني المجهول كما نقول مع البناج بلاد اليابان مليحة نشوفوها احنا بحكم كنا نفرجوا كابتين ماجد وهذاك الأمور الآن بكل نشمع من اليابان بطا والله البارح بارك حفظت اللعبة تاكبتين ماجد أباك كبرنا فيها حتى المطار حتى هو مطار كان خصص له حلقة كاملة شقيري في البرنامج مطار كانساي في أوساكا أوساكا المخدم في وصل البحر في جزيرة استناعية ركبت منه جزيرة استناعية في وصل البحر نزلت فيها ديزازوبير ركبت منه تنزل فيها تجربة فريدة نزلت فيها وطلعت فيها لأنه كيوتو كنا راحي الكيوتو وخدامين كيوتو ما فيهاش مطار تهبط في أوساكا وتحكم هذا البوليت ترين كيوتو قريبا بزاف من أوساكا ممكن عشرين خيقاء أقل فهو لما تكون نزل بالطيار تشعرها ستنزل في البحر هو جزيرة استناعية وصغيرة بزاف هذه صح كانت مجربة جميلة هو مطار صغير جدا صغير ربعة طوابق أو خمس طوابق يعني ممكن طاهاي عجبوا هذا الأمر فيها كبير جدا خصوصا اليابان بشكل عام مبنية على سواء في المساحة لا كعرف انا وش قلت لهم كان زوج دول اللي يعجبوني ياسر اليابان وألماني لا لما تخرج تسمشي في الشارع تحس باللي قاعد وشارك تشوف في الشارع يعني مش عارف نقوله الطريقة تخدم لافيتة تحس باللي كان إنسان قاعد يخمم قال كيفاش نرجحها أحسن تعرف باللي هذا اللافيتة تحططي أحسن ما كان في ذلك الشارع كان حفرة يديرو لك كيف يديرو لك كيف يديرو لك كائنا حفرة يخليلك تشدلك كل ما يسمهم هذك تالي VLC نقمع نقمع هذا الرنجي وبيض يحطو لك شك كرندوم ليك يدول منه لا لا يديرو لك بيناتهم هذه المدرية وتلقى واحد رفض الضوض في المطار يقول لك عقب منه أنت عاف ساساسا ويعس إذا كان غاراج تخرج سيارة حتى الإسعاف تاهم حمبوك زيد منش كش يبدي يحلوا فيك عيضة في الميكروفون تحسس باللي كائن الناس يخموا وكي ما قلت أنت حتى في المطار لما تلحق مش عاف إذا في المطارات المطار هي فطنة فيه كائن إنسان يمسح في الحقيقة بتاع الناس كتابة كتابة دور في ذلك اللي يمسح فيهم معنها إذا وصخوها أبقى تدول منه أن الله يتلحق إذن يقول لك كاباتا عكتشف كنت انطقت فأيه كما قلت لك أن هذا اليابان وألمانيا يعجبوني في ذو سحوية أنه تحس في الشوارع تهم اللي كان الناس تخمم هذا الدار هاكب كان دول منا ومنا والد تحس باللي تقول دوخ تقول حمار هذا اللي ديرها وش رح يقوله رأسه أنا مفرق بين اليابان وألمانيا زبير من ناحية أنه ألمانيا هي يوروب بلس بلس من ناحية أنه تروح تشوف مثلاً إنجليترا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا دول أخرى تحس بلي ألمانيا تزيد تطلع شوية في الأخ كنت مشي لليابان حسيت بلي هذا الشعب جاي وحده ممكن كوريين يقتربونهم ولكن ليش ياسر ولكن تحس بلي هذا الإنسان بحكم أنهم عاشوا في جزيرة هذا الإنسان عنده وقته هو عايش وحده جايب ثقافته وحده وعنده كلش مختلف يخمم مختلف عن الناس الأخرين حتى الناس اللي حواليه مش عارف هده شو عايب توافقني في هذه ولا لا ولكن هم مختلفين ياسر هذي يقول لك على الأثاني اللي تعجبني فيهم أنه ألمانيا واليابان عندهم الناس بزاف ناس منضبطين تشوف ألمانيا ثماني مليون قرب تسعين واليابان مؤفيت المئة وعشرين بسحة منظمين أنا تقول لي تروح الموناكو ولا سويسرا تقول لي نقية ومنظمة بسحة سويسرا شحل عنده موناكو شحل فيها قاعد الناس بخير من قاطر تقول لي قاطر نظيفة بسحة اليابان تلقى العامل نظافة ياباني هذي تحس تبلي عندهم ثقافة العامل صح هذه نقاط اللي اذكرتهم كامل صحاح وفيها إيجابيات والسلبيات على كل حال وممكن نظرة أي شخصية لماذا حتى ولا وهكذا أكيد التاريخ روح عامل مهم جدا كما قلت هذا من فجر التاريخ هم عازلين على الإنسان بشكل عام جامي يعني جامي احتلهم واحد كما قلوه بالمعنى الكلاسيكي للكلمة جامي اتخارطوا مع الناس وحد أخرين حتى القرب ليهم حتى القرب ليهمية الصين أو كوريا وكاينتا بعد جغرافي وديمغرافي وكل شيء في نفس الوقت كان حاجة عند الفرد الياباني ممكن بما أنه كانت إمبراطورية طول حياتها نظن لتفسير شخصي ممكن جدا ولكن الفرد الياباني عنده قابلية لتطبيق أوامر كما هي الكمبيوتر الكمبيوتر يتعطل الكمبيوتر يتعطل الكمبيوتر لكن تمشي يمشي عدكية الفرد الياباني عنده قابلية كبيرة جدا كأمثلة وعملت داخل شركة اليابانية ودخلت للجامعة اليابانية ودخلت للمجتمع الياباني وشفتها في عدة في عدة ظروف في نفس الشيء يعني تقدر تسقطه وتلقى صحيح مثلا لو تدخل هنا كن نصور ممكن في الغرفة الإيرانية فيها وهي غرفة قاعد اجتماعات هذه تلقى حطين هنا موجودة معلقة قدامي كاتب لك هنا بتفصيل الموميل درينك مسموح أكل خفيف مسموح يقصد مثلا حلوة أو شوين جوم أكل تاقيل يعني روبا ممنوع ومن بعد قال لك دير الماسك قال لك كي تكمل نمسح سبيس اللي راك كنت تخدم فيه وحط لك هذا العلبة باش تنسح وكذا بالإحترم لوقت لانه هذي تحجزها بالوقت من الساعة الفولينية للساعة الفولينية يعني هذو كامل ممكن بعد عند الناس عندنا بشكل نعم كامل سانس أوكي كامل سانس كي ندخل للمكان هذا نوسخوش نقيا نقيا هنا نمسح كي نكمل لكل ما نوسح يعني نحاول من نوسخ حتى نحاول نخرج الوقت لذي كان لازم نخرج ولكن ليس لدرجة أن يضعوا لك مستقبل حتى لو يدخل الحمام تلقى مستقبل تلقى مستقبل والفرد الياباني تطبق هذه التعليمات بعد تدخل الخدمة مثلا هذه حاجة بسيطة جدا هذه حاجة على برا استعمال ما كانوا عمومي أما تدخل داخل العمل كان كلمة مشهورة جدا اللي لازم تعلمها لو تعمل في اليابان يقول لك طوري ساتسو هو اختصار كلمة اللي راندونها طوري على سكاي ساتسو ميشو اللي هو جدول التعليمات بتاع كلش فكل شي بالبوليسيس داخل الشركة كينا بوليسي ممكن جدا نحكي على تجربة على الأول عامل اللي عملته في اليابان فضل فضل لانه هذه كأول شغل بعد ما تخرجت بعد ما كملت شاهدة الماستر قعدت في اليابان قعدت نحوس على شغل مدة ثلاثة أربعة شهر وبعد لقيت أول عامل بالنسبة لي اللي هي مهندس في شركة شركة رورز هذو اللي خدمو ترانسبرتشن روبوت الروبوت اللي ينقل الويفرز شرائح الالكترونية هذو الويفرز من بروسس إلى تاني من مكان التخزين إلى مكان البروسسين يعني في النيش هذي بالضبط واللي هي كبيرة جدا النيش على كل حال الروبوتات هذو يحتاجوا يكونوا عدم خاصيتين لميزهم لانه في النهاية روبوت كان أرم الزوبي أراني قريب جدا للزوبير في هذا الاتجاه كمهندس يطور البروغرامي روبوت هو عارم أو دراع روبوت يهز حاجة يرفضها وينقلها من مكان إلى مكان أوكي طاسك بسيط ولكن لازم يكون الدقة طالعة بزاف بناس الأرقام ولكن نظن في المايكرو حاجة كما يكون دقيق لانه يبلاسي الويفر هذا كمكان معين لو يبلاسيها غالط شوية راح يسبب ممكن دامج ممكن يسبب يعني تانيا وأهم حاجة هي نظافة سوبر كلين النظافة معينيش نحضر على النظافة اللي نخموه فيها بالليمن ترن النظافة هي على مستوى غبرة مثلا غبرة ما لازمش تدخل داخل الروبو لماذا؟ لأنه أي درة بتاعها هو سخ ممكن يصرى لها مع شريحة السيليكون الويفر والنقطة التي تتوشيها راح تخسرها في البلاصة فهي قدرش يخدموا بها بعد شرحين يخدموا بها لأجل تطبيق نضافه نظن انتم استضافتم في السابق واحد سمعت الحلقة تاعوا ناسي الاسم ولكن مهندس جزائري نظن وجاء اليابان أو عمل بعد البحث في اليابان آه ناسيم ناسيم محمدي أوكي وحكي على كلين روم اليومين هذا مازل يخدم عليهم في السويد وعلى فالشركة اللي كنت نخدم فيها كان فيها كلين روم أول ما دخلك في الأسبوع الأول اللي كان عندي تراينينج ويوروا لي وش نخدم وش عندي الطاسك السياعي ويعرفون على الشركة فكان يوم هيا نتعلموا كيفاش ندخلوا الكلين روم وكيفاش نخرجوا منها طاسك بسيط جدا ولكن فيها بروسيدورز كبيرة بزاف قبل ما تدخل لازم تلبس اللباس كامل ذاك اللي غطيك كامل كما ذاك اللي يخدموا في النحل أو حاجة قريبة كما كذلك ما تغطيش راسك بصحة تلبس قبضاء وتلبس حتى صبات سبيسيال صبات نظم مخضوم من المطاط أو كان ماددة ما تفرج أي ماددة ما لازمش تفرج أو غبرة أو أي نوع من الأوسخ حتى لو كان بسيط صغير ومبعد عندي الحمام الهوائي إنه كائن كائن هدول ماشيين أكد تدخل فيه مصحاو تغسلك تغسلك كما ينبغي ومبعد بس تدخل داخل الكلين روم وداخل الكلين روم تاني عندك ضوابط كبيرة مثلا سرعت لي مرة وإن كنا الداخل وكنت نكتب موسيقين نوتس كنت باقي نكتب في الكرة الصيغية وش راني نشوف ومبعد شاهدني الماناجر قال لي أحبس غلط وخير شكري قال لي لا لا ممنوع تكتب المرصاص بداخل خرجه وجيب سيلو أو سيلو لأنه قال المرصاص ممكن الرصاص ذكره ممكن يتحول مع الوقت إلى المرص وممكن جدا هذه واحدة من الأسباب التي تخلصنا على اليابانية متميزة الاهتمام بالتفاصيل اهتمام بالتفاصيل وتطبيق تعليمات كما ينبغي يكون عندهم أكيد مع تراكم الوقت والموهاو وكل في نهاية المطاف سيكون عندهم تكنولوجي ستاك ليسماح لهم ليسماح لهم ليسماح لهم الجزائري في اليابان تانيانا الجزائري يبقى حتى روعاش هذي نارج أقولها أنا الجزائري في اليابان وفي ألمانيا ما يقدر شيئا الجزائري يقعد في حرف قام راح يموت يقول له صاحبه أدك 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 ويقول له مثل هذيك من عراك فيها أعلاه يقول يقول بضبط بضبط ما عليش نديرها بسح قول لي علاش خطر أحيانا تبلي دابنت ميك سنس علاش نديروها هذه ممكن كنت تشرح لي دابنت ميك سنس لا ساعة تقرعيج برك جمشك أخويا شعيب نعرجع لليابان مدنة تحكينا من تكا جزائري هل حسيت أن قدرت تتأقلم على المجتمع اليابان من ناحية العمل من ناحية المعيشة هل حسيت مثلاً في عنصرية لغير الأسيويين لأنه ممكن أنك منش عرف أن منفلقشبين الأسيويين ما احترامتنا الخاصة ناسوين بسحنا من قدشهم فرق بيناتهم ولكن ممكن هم يفرقوا بيناتهم وأيضا هل من ناحية العائلة مثلا تربية الأولاد ثم والتكوين عائلة اللي هي مسلمة في كوكب اليابان دي من سنسمي كوكب اليابان لأنه نظن بالإشكيري ما غلطش في أنه سماه كوكب لأنه بعد ما زورت اليابان نظن هم مختلفين كثيرين على باقي العالم هل ممكن وهل يحس الواحد روحه مرتاح مقارنتين بدول أخرى صحيح مع العلم أني ما عزت شويدا بلا واحد أخرى خارج اليابان فممكن تكون بايست شوية مع ليش مع ليش ولكن نظن بالليل أنك تعرف ثقافة على الأقل الأوروبية بحكم تعرض لأفلام وتعرض كل شيء أول نقطة أثرتها هل تحس عنصرية أو لا باتجاه الأسيويين أو غير الأسيويين الحاجة أني حدث في اليابان أي واحد ماشي ياباني نفس الاسم غايجين أو غايكوكوجين معناها أجنبي ففي هذه تحسروا حكم ليه يعني أنت ولا الأمريكي ولا الموزنبيقي ولا الكندي نفس الشيء راكم في نفس الكاتيغوري لكن بالنسبة له أجنبي ياباني وأجنبي هذا وشكين؟ ياباني وأجنبي وحتى كلمة أجنبي غايجين يعني ممكن زوبير بلك يعرف شوية اللغة في تعني الإسم نعم فيها كانجي فيها تنين كانجي هي رموز رموز الكتابة فيها تنين الرمز الأول يعني إنسان والرمز الثاني يعني خارج أنا إنسان خارجي هذا هو الإسم خارجي هذه في اللغة لغة إستهلاحنا بك نروح أنا عشر 12 سنة بالضبط في اليابان ما نتذكرش والله ما نتذكر ممكن نتفكر ونحن نقصر وبالك نجبدها ولكن ما نذكرش ولا مرة صرت لي حاجة حسيت آه هذه فيها نوع من العنصرية قل لك حسيت فيها لأنه مباشرة مستحيل تصع مستحيل حتى لو كلمة كلمة عنصرية أو ريسيزم يعتبر مصطلح مخيفة هنا في اليابان شوية يخافوا لليس سمعوه لليس عارف بالضبط لا ماش يحكم الحرب اه وثانيا توظف المجتمع والإنسجام مع المجتمع طبعا إذا كنت حاب تعيش داخل أي مستمع أول حاجة لازم تتعلم لغة تاهم ولازم تتعلم قدر الإمكان تقافة تاهم باش تحترم تقافة تاهم ما تديرش مشاكل بالنسبة لتقافة تاهم باش عارف يعني باش عارف التعامل معاهم بشكل نعم نرجع عليها أي إنسان يعني ديسنت أي إنسان سوي المفروض يخمم بها الطريقة في البداية وتانيا هذه واحدة من المزايا للمنحة اللي أخذتها أنه كان عندنا درس مدفوع مدفوع تماما لتعلم اللغة اليابانية والمفارقة العجيبة كان كذلك ست أشهر لأنه قبل الانتحاق بالماستر هما عندهم هنا ممكن نحكي ناش على الدراسة في اليابان حتى الآن ولكن عندهم في الجامعة قبل نحكي لك على قبل الدخول قبل المباشرة في الماستر أو البي اتش دي اللي راح تديره عندك فترة تتراوح من ستة شهر إلى ممكن سنة أو سنة أمص يسموها ريسيرش ستودنت معناها ما راكش ما ركش إن رول في الماستر أو البي اتش دي وما راكش تاني في الانتر جراد راك بينتهم راك بينتهم سموهم ريسيرش ستودنت وش تدير في هاتفترة يعني تبقى على تواصل باللاب في المخبر اللي راك فيه تواصل مع الأستاذ ممكن يعطي لك تاسكس باش كلا يحضرك باش تبدأ للبحث بتاعك إلى بعد ستة شهر ويديروها نضم والله يعني ناسي طالبات أجانب فقط أو حتى اليابانيين لأنه ممكن ممكن الأجانب فقط بلاك باش تتريف فترة فترة الترانزيشن راح يسرى من جامعة إلى جامعة في هاتك الفترة كانوا عاطين الفرصة باش نقرأ لغة يابانية وكنت نقرأ كذلك نفس الشيء حوالي 30 ساعة في الأسبوع فول تايم لغة يابانية بزيادة على تحضير المسابقة الدخول لأنه حتى لو يكون عندك منحة وعندك طبول وإن كونكور ممكن هنا نجاوبه على سؤال اللي ما تطرحش اللي هو أنا نطرحه على نفسي وش الاختلاف بين جامعة اليابانية وجامعة الجزائرية أو في التكوين على الأقل هنا مهم جدا لأنه قبل ما نجيب اليابان ولما خلاص نويت ورانيا رايح كان عندي تخوف كبير بزيار يعنيك ما تقدرش تقرأ ثم ها الإيمبوستر بسموه لسيندروم هادك إيمبوستر كنت لاباس بيا كنت معا طالة بالملاح يعني في شتيلة المسار الديراتي تعيو ولكن تبليت في الجزائر براك راك بعيد بعيد بزار ومبعد تشوف شقيري وكوكب اليابان وكذا واليابان عزال العالي يعني مستوى العالم ويعني واليابان معروفة بتكنولوجيا وكذا فتبلك ما راحش نقدر نقرأ في الجامعة أكيد سين مسأله ولي في قولي يعني ترجعوني بلادي ولا حاجة كما في الحقيقة فجأت بالعكس ما رانيش حابة نديرها بزاف دراما عليها لهنا بلاك نسمعوني يقول لك رابي يدع عليها ولكن فجأت بالتكوين اللي كان عندنا في الجزائر على الأقل على مستوى الجدع المسترك وعلى مستوى الأساسيات لما حكم طالب جزائري طبعا اللي كان يقرأ لي ماشي كان يلعبه بعد ما تخرج كمهندس ماشي غير بعد ما تخرج كمهندس بعد ممكن عاشر سنين ما اللي يكمل الهندسة تيرو ممكن جدا تسألو على حاجة بلك ما رحش يجاوبك في البلاسة بالصح بشوية يقدر يعود يرجع للنيفو هدك بسهولة فامتحان القبول كان في الأساسيات كان في اللينير الالجيبرا كان في السيم بلاكس كان في الالغوريثم في الأمور هذه عدة أمور كتابية فشخصيا ما لقيت فيها حتى المشكل أبدا انتحان هذا يعني جزته بشكل سهل بشكل بسيط ثانيا كان عندهم انترفيو خيف يعني انترفيو هو مجرد أربع ساعة أو عشرين دقيقة تعاود تحكي على كأنه تخرج على سموه البروسيت فانديتو اللي يخدمت عليه تعاود تبريزونتي قدام اللجنة التحكيم وطرحوا عليك بعض الأسئلة وخلاص إذا جزت على هذا الانتحانين فتدخل رسميا المعصري ففي الفترة هاديك استغلت هنا باش نحضر أكيد الانتحان القبول وفي نفس الوقت استغلتها باش نتعلم لغة اليابانية لأنه كان عندي كورس مدفوع الأجر فرصة كبيرة بالنسبة لي باش نتعلم وتانية كان عندي ما كنتش متأكد ولكن كان عندي شك أني ممكن جدا رح نبقى في اليابان بعد ما نكمل فلازم نتعلم اللغة الحمد لله ولكن هنا نعود نقارن ما بين اللغة الإنجليزية واللغة اليابانية في اللغة الإنجليزية سألني في البداية زوبير 6 أشهر كافية ولا لا والإجابة كانت كأنه كافية 6 أشهر بس حطك في إن جيد شئيب ولكن بالنسبة اللغة اليابانية صعبة شوية 6 أشهر أبدا غير كافية ولكن كافية باش ترجعك تحكي بسمها دايلي كومبرسيشن يعني يقولوا عادنا في جلفة دك دك وصلني المصطلح يقولوا دك دك معناها ما تحضر هاش مليح ولكن توصل الفكرة بالضبط توصل الفكرة ممكن تحضر كأنك تضلر كأنك تفل صغير في عمر 4 سنين أو 5 سنوات أو حاجة من هذا النوع ولكن تحضر لأن متذكر بعد ما كملوا نقدر ندير عدة معاملات وحدي مثلا نروح ندير كونتر تحدي تليفون أو حتى نروح نكري منزل باش نعيش فيه هذه كل الأمور التي نقدر نديرها وحدي في البداية كان لازم معايا تويتر كان لازم مساعد من الجامعة باش يمشيني وديك الحاجة تقلق أي واحد حسر حكما راكش حر يعني لازم وحدي يمشيني وريلي خاصة اللغة غريبة جدا كنت عدوا نقوله مثال اسبانيولية أو برتغالية أو لغة شبه لاتينية نجم توهي تكبر كلمات يشابه يابان معناها مستحيل حتى الإنجليزية يخلطوها صعيب باش تفهمها حتى بالروموز صعيب جدا باش تفهمها لأنه يكسروا لها النقط بشكل مبالغ فيها أهم حاجة تعلم رموز اللغة رموز الكتابة مهمة صح تحفظهم والرموز هذه عندهم بزاف تحفظ 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 عندك لازم تعلم حوالي نظن ستاندرد حوالي 1200 رمز باش تكون نسبيا نسبيا لابس بيك تكون عندك تحكم لابس بي في اللغة حوالي 1200 رمز وفي هذه 6 أشهر قرينة داخل المنهج قرينة 200 رمز لاحظ أنه غير كافي ورغم أنه 200 راورت مكبير بالنسبة لك ما نشره شوية دركي قال لهم راني في الولايات اليابانية نسمعات الوطاكو يخي للموجة كبيرة في الجزيرة الوطاكو الوطاكو أو الويبز نسمعات المانغا للعلم أنا خاطيني لا أعرف مانغا لا أعرف علاقة شخصية أنا أعلم ويلة شخصية خاطيني لا أتبع هذا طوامان أنا أتبع أنا أتبع لك نرأت وكبرنا معاك يبدأ كنا نتخلى الجميع عنده بنو دركة كبير نهار وطاكو أنا خفت لنتفرجه لأنه جاء في المرحلة على الجميع وكنت نشوف بزاف وصحابي مبرونشيين معاك خفت كنا نتفرجه ونعود العام فقلت لك واحد يحكي وصق سواها في برنامج في الجزيرة قالوا له مش تحكي لغات وقال لهم ما بني يحكي مطلق حبس لا لا ممكن نتعلمها ما شي أنا نعرف وحادا نتعلمها في الجزيرة قبل ما يجو ليهضا ممكن نتعلمها ولكن تتقنها إتقان مطلق العربية لا تستطيع أن تتقنها إتقان مطلق سهل المطلق تاعك وتاعه ما مش كيف كيف لا تصعبوا فيها الناس خليه يتقنها يتقن مطلق سهلهموا على كلمة يتقن لغة لأنه لا كان مطلق كبير في تعريف في شمان إنسان يتكلم لغة كان يجيبهم مساعدة حساس يقول لك شاب تعلم لغة X Y Z وراه يهدرها وراه يعرف البيزيكس كما حكيت أنت حاجة ثلاثة شهر وراه كأين برامج تتبعهم تعلم أي لغة ممكن تعلم ولا تتبعها دوالينغو ولا دوندي الميركادو كما يقول طه تعلم الفرنسية في خمس عين تعلم شوية اسبانيونية تدور كلمات عبارات سهلة ويقول لك نهدرها كما قلت أنا بالنسبة لي إنسان يهدر لغة بالشرط يتقن إتقان من الأخر صح لكن يقدر ينغمس في هذا المجتمع يهدر يروح مثالي ويهدر مع الناس مش متعلمين ويقدر يوصل ويدي يجيب في مواضيع مختلفة كيف السياسات كيف بالضبط هذا يقول يرأي نهدر لغة بالضبط جين تأخلاف كلمة المانغا تعناني واريغاتو ويجي تقول ينهدر اليابانية ودي قارية بالضبط صح صحيح وفق رأي تماما وهذه كانت عندي شخصية تجربة فيها بعد ما كملت 6 أشهر ووصل لمستوتي يعني انت حدود بسيط نعرف حوالي 200 تعال اتقان مطلق اتقان مطلق بالنسبة لي لأغتادك نعرف ندير التحية نروح للمتجر ونسقصي ونعرف هذا الأكل حلال ولا لا مع العلم انه ما يعرف وش معنى هكلمة حلال فلازم نسقصيها بس كما وجود فيها حاجة اللي انت بس تعرف انت حلال ولا لا وبعدها بديت في المستر وكنت شويا مشغول اللغة ولكن كنت مازل نقرة بطريقتي الخاصة تدري اش كان باليابانية او بالانجليزية نكنت نسبيا في جامعة كبيرة جامعة هيروشيما بالنسبة اليابان هي ممكن في الطوبتان في اليابان فمن عدة جوانب الكبار من الهاو انترناشنال وهي فعلا انترناشنال فيها كتير طالب أجانبي جو كل عام فكان موجود جو الانجليزية بالنسبة للدروس كان يوفره قدر المستطاع هو الدروس على حسب البروفيسور اللي قرر الدرس المادة الفلانية اذا كان البروف يعرف يحكي انجليزية هو اكيد انجليزية تحهم شوية ضعيفة ممكن تعرفوا هذه المعلومات ايه تعرف لكان يعرف انجليزية فقرر انجليزية ومتدبر راسك دي شيفري ويحضر شوية ضعيفة ركزونتي معهم شوية ركزونتي تشتيهم لا لا ممكن لان المر اللولة اللي مشيت في توكيو 2019 او قريب اسم قبل كوفيد جيست ايه ايه ودي شارك جيت لتوكيو اه ما حكي لابس انا نعاشت داخل الارياف وداخل القرى الصغيرة داخل الارياف نكري واحد اه 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 ولا جوجل جوجل طرس دايت ولا جوجل طرس دايت انا انا هكذا كنت ندير معا التاكسيات انا نهضر لهم في التليفون يترجم له دركة كان الوسائل دركة كان الوسائل بس صح في البداية صح انا كنت نقول لك على 2010 نهار جيت اول ليلة هذه الحكاية نحكي بها بالمناسبة اول يوم نوصل في اليوم ونصلت في الليل وصلت المطار اوساكا كان سائي في الليل مع بريش ممكن تمانية في الليل المهم كان طاحت ضل مديجة وباش نروح للمدينة تاعي هيروشيما كانت ابعد ميتين ميتين وعشرين ميتين وخمسين كيلو تقريبا وانا ما نعرفش من اروس حتى كيف يروحه من هذا المطار الى هاد المدينة وليزم نستعمل القطار البيوتر ترين هذا شين كونسون فخفت نجرب لاني على بالي اوكي اذا كنت نجرب نروح في قطار صح كان احتمال خطأ كان احتمال نقاروح في مدينة تانية موجود وارد باش هذا تقارب لائك بالضبط مملك لائك رأي فيها صعوبة كبيرة اي قررت انه ننميزي الواحد الخسائر ما نسافرش الليلة هادي نقعد الليلة وتاني مهار نسافر الصباح بكري باش نعطي الـ باش لكان اغلط نقدر ان نريقلها شوية حتى ان نوصل طبع ان المسافة يعني تاخد حوالي ساعة ونص القطار وساعتين مع سمون فالليلة هاديك كانت صعيبة بالنسبة لي يلي نقاروحي بالله خارج الاخر وشوية وجي من الجزائر خايف من بعض الامور خايف يعتبروني يسرقوني خايف يسرقوني حاجة كبيرة بزاف وفي نفس الوقت عيان وراح نرقود ومالقيت ومالقيت بيانسير ما عنديش حاجز في فندق هذه مهمة جدا لاني لقيت روحي قاعد في المطار ونمزي وهذه حاجة مليحة بزافة اليابان كما قلنا عن أضافها في نفس الوقت الامان امان تاني المستوى الامان طالع بزاف بشكل ما شاء الله فقعدت في المطار يعني خوفنا 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 خرج خارج المطار ما علي بيشوش كيين بره بقيت داخل المطار ما غلقوش هو يحبس طيارات في المطار هدك يحبسه مزيدوش يفيرو باكن الوحدة تعليل مكاحت طيارة نسبيهن يغلب يبقى مفتوح تقدر تبقى داخله يبقى غير لبوليس فأنا رجلت ودرت الحقيبة داخل لافستي قفلت الحقيبة على الوثائق يعني الوثائق والدراهم وذلك الأمور حطيت لهم داخل داخل جسمي يعني وقفلت عليه بش يسرى وش يسرى مستحيل يسرقوه أما الحقيبة الكبيرة لا غالب خليتها حدارية وإذا كانت داوها فيها قش ما عليها ومن بعد في الليل جاءت نوضطني وحدة شرطية ومن بعد شفت أنا فطنت وشفت هالشرطة خفت ما عندي ساعتين وصلت البلد يجب دينا مع الشرطة مش كاي مش ترتغالب هي قلت لي مجرد تقصدني أسئلة عامة وهذه هي ما كانش تعرفتين تحضر لغة فكانت وصل صعب جدا هي كانت هي وكان معها مساعد شرطة ممكن واحدة واثنين ففهمت وريت لها عندي وثائق عندي وثائق مبريمية باللي طالب في الجامعة الفولينية وعني نحن فشافت عرفت باللي ستودانت أوكي قالت لي معني تقدر تقدر تقعد وما كانت المشكل فهذه أول نهار لكن نهار لموسط الكمبيس كان موجود واحد معين مباشرة كان يستنى فينا داخل الكمبيس وهذا يأخذك للغرفة الموجودة ثاني باسمك فأول نهار تلقى روحك عندك من تبهات عندك من تروح للجامعة ومن ناحية العائلة كنت رحل لك سؤال على العائلة العمل والعائلة كيف تحس فيهم في اليابان أنا هنتخيل باللي تقول بالإيجاب التي قعدت ناشى عملها عجبات وبصح نعرف التفاصيل صحيح لازم نحل ها من عند الجوانب هي كائن مشكل Work-Life Balance في اليابان يعني عملوا عدد ساعات أطول شوية من دول واحد أخرى هذا بعد ما تكون عائلة رح يسبب لك نوع من المشاكل ولكن حتى العائلة نضع للزوجة إنسانة كبيرة تفهم على بالها باللي هذا وش كائن بصح الأولاد يعني مرة خلاف ما يفهموش لماش الأب غاية مثلا إذا كان الأبي غير بمدد خلينا نحكو للمستمعين شو هل يخدم العام الياباني في المعدل ما نبلغوش بزيف ممكن معدل ساعتين إضافة للدوام الكامل اللي هو الدوام هو تسعة ساعات في الحقيقة شو معناها تقول لي زيادة معناها الإنسان يعطره تسعة ساعت مثلا هنت الدوام تسعة ساعت وهو كما يقول عاد نحن يزيد الزرق يزيد رح يزيد هذا سويا أها الأوفرةيم الأوفرةيم من عنده الأوفرةيم لا الأوفرةيم رابط خالص عليها زيادة أكيد في عدة شركات معظم شركات يخلص الأوفرةيم كين يخلص على حساب الكونترات ولكن في الغالب نظل لك بشكل عام وممكن كمعدل وهذه تقديرات من عندي ما عندي أحسائي رسمية الحساب والتجربة الشخصية أي برك كمعدل يخض ممكن ساعة ساعتين إضافية للناس كانوا لأ ساعة بعد كان طبقة حتى داخلهم كان طبقة كان طبقة الوركوهوليكو وهذه طبقة كبيرة ليس طبقة صغيرة على كل حال لتلقى الإنسان يعايش داخل الشركة يعني يوميا يخرج من الشركة لحد ساعة الليل أو او 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 ساعة الليل بشكل يومي هذا هو النظام تلك الحياة اليومية لما واحد قال له ولا اي حاجة هو واحد يخدم هي ما فيهاش مفروض عليك حتى الوبرتايم ما رأيكوش مفروض حاب تخرج في الوقت تقدر تخرج في الوقت ولكن ديفواي احيانا يكونوا عندك تاسك ما كملتو مثلا فيها شوية ثانية اي اسمعت هب مجتمعيا الإنسان اللي يخرج في الوقت ولا قبل الوقت حاجة شينا فكان الناس يفضل يقعد في المكتب يدير والو ولا يبان يخدم ويخرج رطار وكان اسمعت صحح يعاطينهم البونيس الجمعة العشية اللي يخرج بكري يخرج عشية الجمعة يعطون بونيس لأنه بحكم الناس ويركوهولي ويخرجوش ما يدوش تاني للعطلة كنت دي عطلة تاعة كاملة لكن يتبان باللي هكذا كاملة ما هيش حاجة صح هذا الامور كاملة قريبة جدا إلى صح لأنه تاني في الإحصائيات القوم باللي الناس ما يي العطلة للمدفوعات إنسان غريب يعني عايش داخل الشركة هو إنسان لا بس به يعني طالع حتى في القراد في الأخر كان مسئول في الشغل يعني نتذكر مرة خرجنا كان عنا event party يعني حفلة للشركة ولازم نخرجه مثلا الخمسة ونروح للمكان هذا اللي راح نستعمل وإلي كان في فندق ممكن فلما خرجنا كنت معاه كنا نمشي ونقصروا بدك يخرجنا وشوف مازال ضو نهار تفاجأ قال آه شوالت عندي بزاف ما شفت ضو نهارك شايف بالدرجة هذه كان بزاف لي ضو ولكن أنا شخصيا ما نشوف فيها productivity طالع عكس تماما تفكير وهذه واحدة من الأسباب اللي خليتني عملت ثلاث سنين وشوية في شركة يابانية بحتر ومن بعدها من وراها كامل شركة اللي عملتهم شركة أجنبية في اليابان لأنه الظروف العمل مختلفة شوية أو عقلية داخل الشركة مختلفة شوية حتى لو تعمل بالغلية أكيد تكون شركة يابانية ولا شركة أجنبية مش كيف كيف مش كيف كيف يكون بره مختلف يكون ثقافة على الشركة بشكل عام مختلف لأنه شركات اليابانية مثلا كما ميتشي بيتي ولا تويوتا عندهم ثقافة مختلفة في اليابان بالضبط خصوصا هدو انتراكس بميتلي شركة عملاقة هدو عام عام دول مثل ميتشي بيتي وحتى تويوتا عندها مدينة مدينة كاملة تحق يعني تلقى فيها نظام نظام دولة كامل كلش والثقافة بشكل نعم ثقافة العمل في شركة اليابانية متقاربة جدا وهي عدد عمل سعر طويلة كما قال الزوبير الناس حاولوا ما يخرجوش ما يخرجوش بكري أو ما ياخدوش عطل باش ميخسروش هذيك الصورة يعطيها لها من المستمع أو داخل الشركة حتى داخل الشركة باش يبين الماناجر تعوب باللي أنا راني هنا العكز هنا ليس كيفي يقعدوا يزيد على الزرقة يقلي علينا في شربها يزيد عليها ليس كيفي هذا كوالقام أيها هيا هيا تريدوه هي لازم بقارنها حاول تبزن إنه معليش تسكيبي أوكي كل ما يختلف في فهمها ولكن إذا كملت تاسك تاعك وينه المشكلة هذا اللي نحب أن يوصلوا لها حاليا خصوصا بعد الكوفيد بزاف شركات رام يخمر في الإيتيجاه هذا عندك ليس تعب أمور يجب تعمل عندك تروجل فولاني عندك دادلاين فولاني إذا قادر تكمله ورب يسهل عليك كما الفريلانسي كما كان واحد مرة نقرع عليها في أمريكا ثانيا كذلك مطور تخل الشركة عنده خدمة قدر يأوتوماتيز زيها خدمته قال يبرمج ومنه وكذا وشي شي دير دار السكريفت تستوعه خدمته يجي الصباح يلوح السكريفت هذا يكمل خدمة نهار يقعد يلعب يقعد يلعب يلعب حتى يكمل نهار تعب يخرش يشرطوا عليها أنه يقعد فوتو موضع وأخداه هر شعيب حكيدي على مجال تصناع الشرائح اللي خدمت فيه وكذا ما بديش ترك إلا أحد ما وش لاحظت ما فنظنوا أنه حاليا لا أعلم هذا تصناع الشرائح ولا مهم ياسر لو نشوفوا الأخبار حاليا أنه أمريكان لحقية أنها تمنع شركة اسامال هذي يتختم الهولندي المعروفة اللي تختم الماشينات هذوك تعل هي الليدر المونديا اللي تختم TSMC وتختم معظم المشينات المشينات طبعه الصناعة الشرائح فركة ولت بقدر الصناعات العسكرية اللي يمتلك تكنولوجيا الشرائح ره يمتلك كل يمتلك سلاح واليابان مؤخرا راح لتلها شوية هذيك الليدرشيب فوزيش اللي كتعدها من قبل فركة راح تكتريتها الطيوان والصين رجع بقوة بالرغم من العراق اللي عادرها لها المريكان ومريكان بحكم الاقتصاد القوية فهل يابان تشوف توجه من هذه الناحية رامي حاولوا يدركوا في تأخر تاحهم ولا في فقد المكان تاحهم ولا رامي طارد الحمام أنا شخصيا طارد لهم شوية هما في وقت سابق كانوا صداقين في مجال التكنولوجيا بشكل عام ممكن سبعين ثمانينات الوقت قادروا ياخدوا خطوة سابقة جدا لأن العالم كان مشغول في بعض الأمور الجانبية وهما كان عندهم موال خريق خدمه فدروا بعض مليحة وما زال بعض التي تخدم عليها عندهم تاكستاكت همرا لماذا نقول لك هربط لهم كن نجي نشوف على مستوى التكنولوجيا هذه التقيلة والتكنولوجيا التي تطلب أعوام أو تنضج استثمارات كبيرة صح عندهم أسباقية صحيح عندهم أسباقية وما راح تروح بهذا السهول مثلا صناعة السيارات ولكن نشوف حاليا خوصا أني سوفتور انجينير في النهاية نشوف سوفتور انجينير في اليابان نرى شوية متأخر مقارنة بدول ما أقول لك سأمريكا أمريكا أكيد نظرك حتى بدول هذه الآسيا المجاورة يعني الصين خصوصا الهند بلاك ما نعرف بزاف على كوريا ولكن نتوقع في المجال حدر راح تحس بلي كان شوية متراجعين و مؤخرا راح نشوف بدنا نلاحظ بعض من التوجه للاستدراك في هذا المجال ومن أهم مظاهره فتح السوق ممكن تحفيزات أو شيء من هذا القبيل للشركات الأجنبية باش يجيوا في اليابان ومثلا كانوا شركات أجنبية في اليابان وممكن كان لديهم عراقيل أو ليس عارف بالضبط الأسباب ولكن حاليا قريبا موجودين مثل مايكروسوفت جوجل أمازون وموجودين عندهم بعض الأجنبات الأجنبية ومشكلة تانية اللي كان موجود عندها ما زل موجود حتى على مستوى ستارتابس اليابانية بطيئة مقارنة بالدول الأخرى خصوصا أمريكا نحاول نقارن بأمريكا ممكن هي السباق في هذه المجالات كلها وهي الباسلاين يعني تقيس عليها شحارك بعيد ولا قريب ممكن أمريكا والصين فشوية رامر وطار ولكن ممكن كما يقول بلغة الكرة القادمة إن شاء الله في المستقبل تحسنوا شوي كان ثاني موضوع وحد آخر اللي هو حكينا فيه مقبل مع ضيوف آخرين وبلغتان يزيدون نحكو فيه معاك وهو قضية الإيكو سيستم كان الكثير من الدول منها نامية ناخدوا مثال جزائر ودولة عربية أخرى ولا يجي يقول لك نحبين نديروا صناعات سيارات صح ما عندوش الصناعات الجيوارية نسميه وراء كانت تخدم لك سيارات وراء الشركة تخدم لك الفصوص وراء الشركة تخدم لك البكابح البكابح يقادر يتخدم من الحواج من السيراميك وراء هل تخدم لك سيراميك كذلك سبيسيال وراء هل تخدم لك العجلات والله تستورد وتنفخ كما كانوا يديروا وكما تم تجربة في صناعات لك خدمتها كما ذلك صناعة مع الروبوت تتخدم في فاوندري بل صح الفاوندري هل يكون السير تغير تي سي ام سي ولا هل يخدمون الشرائح عنده شركات تخدموا الروبوت المخصصة التي ترفض ويفر من جهات حطو جهة عنده شركات تخدم مشينات الفوق النفسجية عنده شركات تخدم الماء الماء هذلك ينققوا به الشرائح الكيميا الكيميائية الشركات فهذا لازم يستنهض الصناعة هذه خاصة صناعة معقدة كما صناعة سيارات والطائرات ولا هنا يجي جعلناها جزائرية يروح يجيب لي روضة ينفخة ويركبها ويقول لي جعلناها جزائرية السامبول لا نصغر شبي راه نقطة مهمة جدا زوبير نقطة مهمة جدا اثرتها برك الله فيك سؤال في القمة الصناعات الجانبية والإيكو سيستم بشكل عام رأي اهم من الفكرة بحداتها ويش حاب تدير انت يعني ان الامر لا تحدث بين ريلا وضحاها هذا الشيء حسب تجربتي متوفر في اليابان كان إيكو سيستم عظيم مثلا لما كنت نعمل في مجال الويفر والسيمي كوندكتور احنا في نهاية المطاف كنا نخدم الانت برودكت هو هذا روبو كما تعرف رأي فيها سلك مثلا فيه سلك فيه موتورز فيه درايفرز فيه سينسورز بزاف فيه مطارية كان سيراميك كان ستينلس ستيل كان مكونات نعرف ممكن 20% من المكونات اللي ما نعرف هاش حدت ولا حرج شيء اللي لاحظت كان أرمادة من سبلايرز سبلايرز كشركات واحدة اخرى كان سبلاير مثلا اللي جيبنا فقط هذول دي تيوب هذول البلاستيك اللي بعد رح تستعمل هم باش ديال شبكة تا كاش سنسين سيستم مثلا باش تقيس الضغط داخل غرفة مثلا كان سبلايرز اللي خدموا اللي ما ثم فقط بالمايكرو تشيب تا البايزيك سنسورز اللي يقص الحرارة اللي يقص الدغط اللي يقص كل سبلايرز تا المركبات الإلكترونية صغيرة بانسير من البراغي من كل كالكين سبلايرز جيب الأمور يتعامل بيها من عند فلان من عند فلان وكين حاجة مليحة موجودة هنا في الياهبان وممكن موجودة في عدة الدور الصناعية غالبا هذو سبلايرز في بعض الصناعات سبلايرز والكستومرز كلهم يكون موجودين في بوقات جغرافية قريبة يتقاربوا البعض أهم ممكن بحكم أنه في النهاية راح تخلق حاجة مثلا في المكان الذي كنت نعمل فيه كان موجودة شركة أخرى يعملوا نفس المنثوج وثاني ناجحين على مستوى العالم منطقة صغيرة لا منطقة صغيرة في منطقة صغيرة في ولاية في غرب اليابان كان شركتين كبار شركة أخرى ليرام النتج لم أعرف قداش ينتجوا برسنتاج طالع جدا في الماركت شير تاع البروداكت وضايرين بيهم عدة شركة صغار كسوبي السنسور والموتور والكل نفس الشيء لما نرجع ممكن رأي صناعة ماشي كبيرة بزيف ولا ما يفهموها شخص بزيف صناعة سيارات صناعة سيارات لو تروح في ناغويا في مدينة ناغويا وين موجودة طيوتا في مدينة الطيوتا بالضبط يعني المدينة كلها عبارة عن مدينة صناعية وماشي غير مصنعة الطيوتا مصانع تا تير وان كمبانيز يعني الشركات اللي يخدموا اللي ياخدوا اللي تخدم طيوتا كا أوتسورسين كمبانيز باش يعملوا لها بعض الأمور في السيارة سواء خصصا حاليا في صوفتور موجود وانا استغلت شوية في الضمان هذا ثاني فعندي شوية الطيلة عليه شركة اللي عملوا صوفتور تعتها على السيارة شركة اللي عملوا في هاردوير ما يخلاص ما يخلاص كما كنت هذر في البداية المكابح في حد تمر وعلم تلقى شركة كاملة قاي مع المكابح ورام يدير في الأبحاث كل سنة ويخرج في الباتنت وكل شي أو حتى سوي غلاس وإي شي فالإيقونسيستم مهم جدا مستحيل تنهض أي صناعة بدون ما يتوفر وتاني ما نقدرش نقول حتى نوفره كل شباش نبدأ يعني نحاول وكيف نقدر نتبقه في بلاد ناس كما مثال ناخذ مثال المغرب والتركيا مغرب ثاني بدأت كما هك جبنا ضيف الأخ قادر خراط يخدم مع الشركة الكاندية بومبردي تعل طيارات صناع الطياد وحكينا في هذا الموضوع أن مغرب بدأت بصناعة البيزيكس تعل البيزيكس تعل طيارات هكذا تبدأ بشوي بشوي تجيب أوتسورس يولك تخدم سجاج تخدم حواج بايزيكس وبعد مع الوقت تتعلم تركيا نفس هذا كمؤخرا خدمت السيارة تحت تركيا بدأت هل المشكل غياب الرؤية وغياب الإرادة ومشكل اللي يجي هم يحطموه وقوانين ما تفهمش اليوم يمنع غدوة يستكرها قاع يكولي والمصنعين غدوة يكولي لكم ستوردين هي تشوفها في سيارات اليوم قانون غدوة قانون عن عدم الاستقرار يتعب الشركات يقعد ما يقضوش ايه مش واضح مصنع عالمي وانتاليوم تخرج قانون غدوة تكفر بهذاك القانون ما نزمش يشي كنتبه ومصانع السيارات ومصانح ملايير دولارات نحكو ما نش نحكو ويكون نجو نحكو على صيناعات كما تعل واسمه الشرائح وكذا بير لو تشوف انت انتال مؤخرا انه حتى المالي كانت تدفع بسامسونج وشركة كبرانهم يفتحوا الفاوندريز عدهم نحن اضروا على خمسة مليار دولار وستة مليار دولار وآلاف العمال تراهم ضخمة ومدة تبني تبني المصنع تاعك قال المشعر احنا بني هنا على على الـ 7 نانومتر تابعنا على خمس دي بالأقران الناس اللي حق 3 نانو طيوان اللي حق الزوج نانو حدود الفيزياء الممكن لننظره بالذرة كان عندي سؤال اخويا شعيب في عملك اليوم اللي هي تيليا لابس هل ممكن تحكي لنا على الشركة وايضا على هل بحكم انها شركة اجنبية كما ركو تتقلنا وشيختلف بين الشركات الاجنبية والشركات اليابانية كي يكونوا في اليابان معناها مثلا لو كانت تيليا لابس انت تخدم نتخيل مع الناس اللي راهم بره اليابان بشي الفرق بينه صح هذا حاليا يعني الشركة اللي نخدم فيها حاليا ممكن ما تعطيش ميتة المليح لماذا لانه عبارة عن ستارتاب وعدد صغير جدا يعني عنا الديف تيم راهم وجودة في اليابان واحنا فقط اربع اشخاص واحد كامانتي واحد امريكي واحد فرنسي بيضام والباقية الفريق اللي موجودة في امريكا والباقية الفريق ماشي حاجة كبيرة سبعة اوثمان اشخاص اللي راهم في السيلز وفي الماركيتي شركة كبيرة انا شركة ثلاثة شوال التكنيكل تيمزوج وعدنا الماناجر ولكن هذا جو جميع للعمل لانه يكون عندك امباكت كبير على نهاية وكل مستحيل القارنها بشركة اليابانية البحث يعني ممكن حتى وجه المقارنة يعني فليكسيبليتي طالع جدا 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 في كل لا لانه شخصة كيفاش الشركة لما تجي اليابان هل تتأقلم على ثقافة اليابانية مقارنة بانها مثلا كي تدير فرعها في اليابان هل الفرع في اليابان يتبدل يعني تتبدل ثقافة مقارنة بخارج اليابان صح السؤال هك ممكن أوضح ممكن نرجع لك الشركة الي عمل فيها قبل الوضع الحالي فقبل كنت نستغل في شركة فينلندية كيوت يسموها كيوت هي تكتب كيوتي هي شركة عندها فريمورك ممكن لكن مشتغلت بيها تصح من اليابان يختم عليها اه اوكي 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 خصصا بالنسبة ال embedded systems فهي شركة نسبيا كبيرة مش كبيرة بزاف ولكن شركة established فالجو دخل الشركة صراف لما كنت موجود هنا تغير كان السببب تاعه جبنا زات الشركة كما نقول هذا المصطلح في البداية كانوا تجانب بزاف يعني جاءوا في لندين وكانوا هم المشيين شغل ولكن مع الوقت دخلوا بزاف يضانيين وبعد عادوا حاكمين مناجر فتغير تقفح تدخل الشركة بالنحية ايجابية ولا سلبية بالنسبة لي لا احب هذا الجو العام شغل هذا المجبنز كثيرا بالنسبة للسلبية ولكن بالنسبة للبيزنس ممكن ايجابية وممكن يخبرك في نهاية المطف حققنا مبيعات اكتر او شيء من هذا القبيل وكانت ناجحة جدا لانه علاج فتح وفرع هنا في اليابان خصوصا لانه كان أوتوموطيف مارش كبير جدا شركة نيسان وشركة سوزوك وشركة طيواط عدة شركة السيارة كان بزنس مليح ولكن وضع الشغل يتغير بكمية اليابانية الموجودين داخل الشركة او لا هذا اهم حاجة وليس الشركة في حد ذاتها الشركة ممكن تكون اجنبية ممكن فرعها في المانيا او او امريكا مختلف جدا على فرعها في اليابان او في كوريا حتى في كوريا تشبه شوية العقلية لليابان سرالي وانظرت فرع في كوريا كان مشابه الى حد كبير يعني صح يكو نظن الماناجمنت لما يكونوا فيها الثقافات ساعة تبدلت ولي الثقافات انا نقول لهم النازة كنت زيرت ولي صناك صح اذا منت ولي تطلق بسواريخ ولي تطلق بترك تراد فكرتني هذه الثقافة حكايت علي ويلح جدا ونسيت هي قضية الثقافة في الشركة كان في التسعينات سنة مشكل كبيرة لشركة كوريا لطيران ستراؤلها يعني حوادث مميتة ما طاح وضيارات حوادث مميتة معروفة ما حضرنش اسم الحادث ولكن واحدة خاصة المعروفة كان واحدة المطار جاي وراجبل معروف هذا المطار نسيتش من دولة جاي في وراجبل فلما متعودش كان وعرا وبكري ما كان كان أنظمة على هذه الاطوميشن كما نحن نضع في طيارات كان عنده البايلوت والكو بايلوت معهم هذلك الفلايت انجينير هو اللي يدير الباث ويقول له من هكذا يحلوا في العلبة السوداء هذيك يسمعوا الانتراكشن الآخر للقاب للفلايت انجينير وقيل الكو بايلوت نسيتش كون فيهم نبه البايلوت على المشكل أنه كاين ورها عدك الجبل حرز روحك هما في ذقافتهم الكوريين عدهم لما السوبردين يهذر مع الليدر ويهذر طريقة مباشرة قال يهذر مع بي ويهذر مع واحد في المجتمع كما يحترم لك يسموها نفس اللغة في اليابان اللغة تختلف لذا حك للفوق أو فهذي الهيريركال كما نقول هنا مويندسيت ولا كولتر تخليه أنه يهذر مباشرة في يقول يودي وقيل كاين جبل فهمني انسات الليكس فلاش يستعمل يقترح له فهمني هو السيد عده معي بتا عدك جبل وقال يودي وقيل أنا نظن بأكملها ما يضرب في الجبل خير وقيل ونكمل كما قضعوا بالأماليش انت نشوف فالقوا ذي الان ديركشن في اللانجوج سببت هذو كذلك حواية ثلاثة الليسترول هم في ذلك السنوات فوجداروا كوريا ومبعد كوريا السمعة تاح تحطمت من ناحية بيزنس كما طيران وانت شركة تعرض لي مش سيف بيزنس تاح يتحطم فرحوا جابوا واحد أمريكي نظن هو اللي كان شاد دلتا رايز ومشاركة كبيرة كان شاد الأمريكية ولا كي حلوا ودرسوا خرج بالنتجة حاولوا وقع داروا لهم ترينيج ترينيج كما كانوا يدار لكم ترينيج على الشركة كوش تخدم كذا ترينيج على الشركة وعلموهم قع الإنجليزية وركزوا على الإنجليزية لانو شوف ثقافة الأنجلو ساكسونية حتى تلاحظها بين فرنسا وبين أنجلو ساكسون تخدم في مايكروسوفت يجيك ستيف بالمر ولا بيل جيت ولا قرأ تخدم في أبل يجيك واسمه تيم أبل كما سمه ترام يجيك تيم أبل بتي شيرت وتجين ويجمع معاك ويأكل معاك في الريستون نحن في فرنسا عدوا ما ديك شوية طبقية الشاف وكذا في اليابان يجمع معاك المناجر نتوقع ما يجمعش أنا روحي حاليا لا نتوقع ما يجمعش نظرا إلى المستمع لكن في الحقيقة لا الشركة هذه الأول اللي خدمت فيها اللي كان السيئيو هو نفسه الفاوندر وشيخ كبير كان في عمره وبالك 75 سنة الوقت هذلك هو بدأ الشركة واحده في الثمانينات ووصل يعني في 2013 2012 نظن أقل شيء كان مليونير كما نقول يعني على مستوى الأخرى يعني الشركة نجحت جدا وفي نفس الوقت إنسان يعني عنده بالعرام يعني فناجح في كل المجالات كان دايما مجمع مع الناس كامل ثم دخل الفواي كان عندهم فواي شركة كبيرة فيها فواي فيها شوكوض فيها يعني مكان أكل كان دخل الوقت ويتلقى قاعدة ويشتغل ويحكي مع الناس الضراجات كون ما تعرفوش ما تعرفوش ببعض أي ساحاتي صحوما كما يقول هو ساحاترا كان الشواد ولا كان من الحالة العامة أنه الأنغلوس سوكسونيين حتى الأسموات يأتي كده المدير يقول لك عيط لي ستيف عيط لي مايك هنا يقول موسيو ومادام وفلي وكورديالمو ومعلباليش وفهمني وهم يقول لك نا 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 دروب هذيك لاخر يقول لك مش شرط يعود سي او واسعة برك المانجر وحنا في زال ما نحكوش عليها هنا في زال الثانية عندنا طبقية رحشوف ختمنا في الصحراء عباك بللي كاين الأجانب يجو يديروا مطعم مثل أنا ما عندنا طبقية زبير برك سقسك يقول لك شكول لي باعد كلمك لا خليني من هذيك نحكي لك في المطعم المطقس بالله العظيم تروح وقال مطاعم في بعض الشركات الوطنية بلما نسموهم تدخل عندك ثلاث مطاعم مطعم تع الشيفان ومطعم تع الكادر ومطعم تع كم يقولوهم العامل البسيط تع الباقي تع الباقي تروح معروفة على القصة مش عارك إذا حقيقية ولا ولا من يحكوها يقول لك هكذا يكون واحد إنجليزي تع بي بي ولا تلقى مع شركة وطنية فقالهم معنا هتو مع عدكم ثلاث مطاعم لا بتاكلوش كيف كيف الغربة تروح تروح شنضي عد شركة أجنبية تلقى مطعموها بقاش خمسة مطاعم وطبقات يشاكل شاف يكلها الإنسان البسيط قالوا إلا أنتم لكم تقسموا في ثلاث مطاعم قالوا في الصلاة هل راكم ثاني يديروا قاعد صلاة يكاركم في صلاة قاعد توقفو كيف كيف مكانش شاف للأسف هذا مظاهر اللي لازم نحو على ذكر هذه صارت لي في مرحلة صغيرة لم أذكر هاش كنا نحكي لحد الآن ولكن بعد ما خرج بعد ما كمت المستر وقبل ما بدأ نشتغل كمهندس شركة هذه في التطرة التي نحوص على الشغل اشتغلت في تعليم لغة انجليزية في برنامج مع الحكومة يعني وليس ماشي مفرد كنا ندرس لغة انجليزية في المدارس الابتدائية والمتوسطات والتعنوية في هذه كان تجربة طول شهرين ولكن تجربة جنية جدا ندخل داخل المدرسة اليابانية ندخل كأستاذ مساعد ولو نشوف وشي صار داخل المدرسة يعني صراحة ناش قيري كان عنده شوية الحق في هذه هم هم قول القسم هم ينقل قسم هم ينقل الساحة هم ينقل كل شي هذه لكن هنا حاجة خلقي كانت شوية حاجة أثني نفس الأكل اللي يمده التلاميذ سنأكل ابتدائية وثنأة تانية ابتدائية يأكل المدير يأكل المدير يأكل المعلم وتأكله أنت يعني كنت ما يعطوه لي نفس القلع صغير بالنسبة لي لكن نفس الأكل تماما قل لك سبب شي هو إلا كان فيه مرهج ولا مرهوج نتل وليموت ما نظن ما نظن هذا هو السبب ولكن بشي يتفرق خطر المدير والطاقم الإداري يكمل لغدهم يعني يتفرقوا فترة الغداء يقدروا يمونيطوري وش آه فهمت يعني في الأقسام يعني كما كازير هو مع بي يعني نظام جميل جدا كل قسم اللي فيه مثلا عشرين تلميذ كل يوم أو كل أسبوع كاين مجموعة من تلميذ وليس عشرين تلميذ مثلا ثلاث تلميذ أو أربعة هم رأهم مكلفين طاقم إحضار الأكل من المطعم لأنهم ما يكلوش في المطعم يجيبوا من المطعم الكوزينة ويطلعوا للقسم ونقعوا نفس القسم فيروحوا هذك المجموعة تلميذ يراهم هم المكلفين بإحضار الأكل مع القص ويجيبوا الأكل ويقعدوا في المصطبة أو المكتب في البداية في داخل القسم ويوزعوا إلى رفاق أهم التلاميذ الأكل هذا توزيع الأكل فيكون بتنظيم إنسيابية جميلة في ضرف سعي يصر هذا كله وبعد ما يكملوا التلاميذ الأكل كل يغصل يريسايكل يترمى ويغصل 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 أو داخل الرواق ويكملوا يقرأوا العشية فالتنظيم كان جميل صراحة هو في جانب التنظيم متفوق في اليابان باش ما نحضروا بزا في سلبية في هذه الناحية أكثر واحد رح يفرحهم الأمهات شاف أنا بكري أممات كانوا يعانوا معنا نظرنا حتى في المنزل عندهم نظر النظام يعني المدرسة تأكس المجتمع أيضا شغل المنزل طه عندما تدخل الشركة في اللوغ وخلاص في الانترانس كين لوكر صغار يعني كما الميل بوكس مثلا باش غير تدخل تنزع الحيدة تاعك وتحطه ثم وتقفل كل واحد عنده الوكر تخبيه وتلبس سليبر أو يعني كلاكيت أو ما شك يسموها في الشركة هدية داخل الشركة نعم تخل في سباتك داخل بسليبر سبيسي وفي كل الشركة تلاحظها وبعدين عندك لوكر أخرى بس بدل اللباس مثلا تلبس بعض الشركة مثلا يلبس يونيفورم هم عظمهم يلبس يونيفورم حتى لو تكون داخل بيروت تلبس يونيفورم الكوستيم عندهم يقدس اللبس تاع كل يوم مثلا الكوستيم أو صح الكوستيم عندهم الرسمية طالعة فاللباس الكلاسيكي صح طاغي و ونقصد باليونيفورم اللباس الموحد تاني كما في المدرسة اللباس موحد الشركة تانية موحد مثلا كنت ترى براء تخرج الشارع بعد وقت الغداء بس تخرج وقت الغداء في مكان هكذا لهم ممكن جدا تلاحظ هادوك يخدمو طاناصونيك هادوك يخدمو في ميتسر شوال انتقدر ترى اللباس تتعرف لمن ينتميو انتماء الكلاسترز الصغيرة هذا كثير صح هما عندهم ياسر حسن انتماء للشركة تاحهم عكس المريكان ودول أخرى تك هم يخدم 20 عام 30 عام في نفس الشركة بالدلهاج يعني معدهم الفيداليتي غير عادية نعم البداية النهائية وهذه واحدة من القمور القليلة التي حاليا في طول التغير في اليابان بشكل عام لما تبدأ تشتغل في شركة هذيك هي الشركة تاعك للتقاعد فارح تشتغل فيها 30 25 سنوات حاليا بدأت جنراسيون جديدة لجان صغار أرى بدأوا يبدلوا العقلية هذيك فعادوا يبدلوا الشغل يعني 5 سنين أو 4 سنين ممكن يبدلوا الشغل جنراسيون السابقة لا تلقى الواحد يعمل حتى بعد دخل الشركة في حد داتها تصبح كأنه عائلة وكامل يعرفوا بعضها مدة طويلة 26 سنوات عارف إنسان خلاص عارفوا خلال من داركم يعني تشوفوا أكتر من تشوف صح صح حبيت نرجع لك العمل تاعك تاعليم اللي هو في تيليا لابس هل ممكن تحدثنا على الشركة على تطبيق تاعهم والبرنامج تاعهم هي شركة صغيرة في نيش صغيرة جدا في البرينتين اندوستري في الصناعات طبع بشكل عام وليس الطبعة المنزلية الطبعة البسيطة اللي هو لاقه هذا هو بالخصوص طباعة الأمور الموجهة للتجارة الكميرشال مثلا پاكاج لابل هذا تشوف همشي شوفو هم يستمع الناس ولكن هذا كوب قهو هذا ممكن جدا رأى مطبوع هذا الكوب وكان عنده طالب والتطبيع وماشي غير يعني تشوف فيه معلومات وبدأت فيه كود بار ممكن فيه الـ expiration date في هذا الأمور ثاني موجودة الـ labels لأي حاجة وثاني الـ wide format مثلا تشوف بره في الشارع في مدن الكبرى كذا تلقى billboards كبار مطبوعين مستحيل كأنها ماشينا طبعاتها billboards فيها 100 متر مثلا أكيد رأى تطبع فيها optimization يعني تطبع بأمور صغيرة بش مبعد كي تلس قي جي سوى سوى يعني فيها حساب يعني فيها algorithm رأى يباري هاد المادة الثاني أهم حاجة كان cost للطبع cost على الماتريال اللي تستعمله paper cost الماشين هذيك طابعة باش باش تمشي لمدة معينة cost تاع أمور ناسيها ولكن فيها كتير من cost هادا الصوفتوار اللي نخدم عليه يهتم بهذا الأمور كل يعني تعطي ال input وشراك hub تطبع أولا هو يoptimize داخل layout يعني داخل في كل ورطة مثلا كم مرة تقدر تطبع هذا الباكج هذا الباكي تحليم مثلا أو عصير كم مرة تقدر تبلغسيه وكيف تقدر وش من وش من وش من وش من يكون optimal باش نقدر نطبع أكبر عدد ممكن في أسرع وقت وبأقل تكلفة فتقريبا الفكرة هدهية فكرة بشكل مبسط هدهية كيف حسن وقت الطباعة والثمن الطباعة الكستومر هم الطابعات فغالبا اليابانشين اللي خدموا هذا هو الطابعات الصناعية هذه الكبيرة تلقاها بحجم غرفة أو حجم يعني كاميو مثلا تقريبا هذا الحجم هي كيف بدأت الفكرة في اليابان ماش بالضبط اليابان هو الـ أمريكي وكنادي كانوا موجودين في اليابان في وقتها هذه هي بمحد صدفة واحد فيهم كان يعمل في شركة فوجي فيلم الطباعة كذلك فهو ذات الفكرة هذه الفاوندر تالشركة ذات الفكرة أنه آه ممكن قدموها كالسرفيس خارجي وشوف يعني لأن حتى بعض مساوى اليابان أثرت على نمو شركة سبحان الله فهو داخل شركة أولا حاول يقترح هذا المقترح تعقو بلا بلا فضائك لأنه صرت كمالكو بلوت الكوريان ذاك قالوا لولا ما يمشي صرح بك وبعد خرجت على برة ومع صديق سما بدأوا في الفكرة هذه بدأوا يطبقوها شوية وكان عندهم شوية نتوركين يعني يعني عارفوا الناس داخل الاندستري فبدأت بالعقل بالعقل وبعد لأسباب إدارية كان لازم نشكوا الشركة في كندا والأسف في اليابان بسبب إدارية يعني ظرف إقامة وكذا ممكن الإقامة تاهم الوقت ذاك لا تسمح لها لكي يدير شيء من هذا القبيل فقط لغيره بعدين راحت الكندا وانتصرت السوق في أمريكا بشكل كبير وأكيد توجهتها في اليابان كان منذ البداية ولأنه كان بعض المشهر أيضا في اليابان خصوصا في فوجي فيها كان قصة مؤخرا هدا ستارتاب ما بقاتش أي مور ستارتاب لأنه أكيزيشن صراحة عنده حوالي شهر أو شهرين فانتهت من الوجود صراحة اكواير باي بيجر كمباني شركة أمريكية أخرى هذي بكل اختصار هذي عربك ثاني شعب نقطة مليحة لأنه بالي في رأي أحسن فكرة أو أحسن طريقة نقدير شركة الخاصة هي هذه لأنه مؤخرا مع هذه عقلية ستارتاب وقعنا حابين الأنترابرونر وكذا كاللين يرام يبدوها من انت خلاص يبدو لينكتين وفاوندر وكوفاوندر ويقولهم أنا لو كنت أنا آخر الزمان لم يأتي به الأوائل وعندي فكرة رايحة تغير وهي والو يونيكورن ايه يونيكورن يقولوا يجبها فلا ونم بعد سهل زوبير مثبت لا هزوبير مثبت لعكس محفز نقول لك على لأنه تبدأ بالتحطم لأنه الكثير من الشركات هذي ستارتاب نشوفها اللي تغير ولا يتدير أمباكت ولا عندك اللوالة كما المريكان اللي يجيب الفكرة اللي أولا ربا امبي ولا أوبر ولا ما ليش اللي يبدأ الكثير هذي في المريكان عادة بحكم الانفارمنت اللي عادهم والريسك شركات المستثمرين باعت عندك الليفل الثاني وهو تعال الناس اللي تعاود توطن هذيك تطبيقات المثال ياسير ياسير على نجحة في الجزائر عرب اللي في الجزائر ما عندناش حاجة مأبر اللي ما تحضرش مع الشوفر ما هيش راحة العقليات على الجزائري تروح الدول مثال الأخرى ولا أحد عربية أو أحد الأسيوية ثاني عندهم ستارتاب ستاحهم لنجحة الأحسب العقلية ولكن هذا نسبة على ستارتاب هذي ينجحوا قليل جدا نروح في الزائر مثلا لو نحكو عن VTC UPS هذي ما من تطبيق كما ياسير لنعرفه عندك ياسير عندك ثم عندك هيتش بقية الأخرين مش عارف تلقاهم اسموات ستيل تعوصلني وركبني وحطني وديني وتعرف ديني دي ما فيهم ننساوهم ويفلوا معظمهم كوبي كاتس هذو اللهم إذا كان جاب عنده سيرفيس زيادة ولا سعر نا فالكثير من ياسير يديروا ستارتاب يفلوا أنا تبالي أحسن طريقة رأيي الشخصي الشخصي أنه بداية لو ما كانتش عندك فكرة رائعة وشوف باللي فيها راح تكون يعني جاء تكنولوجيا جديدة لأنه الموبيل هم اللي يخرجوا ذو سوال مقبل كانوا كانين هذا الحلول ولكن هلما تكون يوما بالنفس الناس عدم تلفونات فلو جي مثال تكنولوجيا جديدة وحدة آخر قلت على تلك وليش تلك أمباور نيو جين أبس وتع كما نقول هنا ستارت أبس ولكن بحكم الجولة نعيش فيه قال يا أخويا إذا كان طالب شاب شاب عنده فكرة إبداعية وعرف يصدم خاصة لما يكون سغير يقدر يوفر لها وقت وكذا وساعة حتى لو يفشل عادي يعد اكتشف واكتسب مهارات اللي تسمح ليدير شركة وحدة آخر قع في شعيب قبل ما نكمله تعم موضوع أنك تبدل الاندستريز تأثير تح فتبالي أنه أنا ذي علاه سقسات فيها أستاذ ما قبل وحكينا فيها مع ضيف سابق قال أنه نحب ندير MBA وقدر نقيس عليها ستارت أنه كنجي نحب ندير شركة تاعي في أي مجال نحن ندير أنا تبالي الشخص اللي يقدر يقدر قيمة ومضافة في أي مجال لازم يعرف ذاك المجال ذاك قال البرينتينج اندستري حبيبنا هذا صاحبك ما تجيك فيك لتا تا اوبتيمايز قال مثال أنت ألاحظ أنه قال باش نطبع كما البيلبوردز والقوبري سهلين نور رحوك نحوش كومبليكس نخدم سكينز تاع بلاي ستيشن سانك مثال او او كونسول سويتش نخدم لهم سكينز هذو كل ستيكرز لنزقو فيهم هاو تا اوبتومايز أنا هذك الستيكر تاعي في الورقة بحيث أني نخرج أكثر سيرفاس تاع هذا مضيع شور هذي نخدم نطبع في عشرة متبانش بسهلا ما نقول نطبع أنا ملايين وقص على ذلك ستيكرز تحواج والله ملايين رح نربح أنا نوبتيمزيان السيد مجدوش فكرة وكان قاعد وقال آه نكون ديرها ونخدم لها صوفتور لا لا كان يخدم فيك مجتمة في فوجي فيلم على باله كاين من ريال كوستومرز و قلب لي أنا عندي الأكسبرتيز نعرف اللي عنده الأكسبرتيز اللي عاوني فخليلي نخرج نصدم ندير شركة تاعي ونجيب ونعرف حتى أنا كما قلوه هنا نجم نعرف ندير عطيك مثال تاعينا الشركة تاعي في المجال تاعي لو نجي نخدم شركة تاعينا على بالي وش من روبو نحن نخدم به وكيكمودي الروبو وش من تكنولوجي راح نجيبه معاه وش من مصنع والبروغرام اللي يشتاع وشكون وإذا حبت نجيب واحد معايا يعاوني على بالي السكيز نحقو وسعليهم به وإذا حب واحد يخدم 3D موضلين وماذا يونيتي وريال أن ريال أنجين وكذا على بالي فهنا تبلي أحسن فكرة للطالبة أنا نصيحتي للي يسمعونها والشباب خاصة إذا ما عادك فكرة إبداعية اللي تشوف فيها بالقطنشل قوي ركز على الكاريير تاعك تعلم 5 سنين حتى 10 سنين بل يبن 15-10 سنين على حسابك الواحد وريتم تاعوك لما تعد متريزة مليح الجوب بتاعك وحدك يبنوا لك أفكار في الجوب بتاعك اللي عادهم customer واجدين ساعة ترك تخرج نتا بالكارني دا دريس واجدك تخرج على بالك تعيط لوت قولوا عندي حل مشكلتاك يجيك ويستفور فيك وبعد الهدف تدير إكزيت ولا تسمح لي هربتك بالميكروفون شوية لا لا أبدا جاوبنا في السؤال هو هذا تعنو وش تجد انترك بدلت من صناعات أو لا أكيد عندنا من جانب الآخر حياة لازم تحافظ على البالنس يعني في النهاية لازم تدفع الفواتير وليس فقط تلعب وتاني عندي حب الطلاع على حاجة وحدة وأنفر شوية من ديب في أمر واحد هذا طبع تعيش شخصي أكيد يختلف من إنسان إلى إنسان وماك حتى واحد صحيح وواحد غلق حب تكون عندي في البداية ما كنت نخيارها ما كانش خيار أني نروح لسيمي كندكتر ولا كنت نعرفها أصلا لما جاتني فرصة لعمل قلت لما لا بعد لما رحت تعلمت أمور ما كنت نحلم باش نتعلمها في صناعة الروبو بشكل عام حتى بروغرامي مايكرو كنترولر يعني هذه الأمور قيناها في الجامعة أكيد بصحواش في وقتنا في كان عنا Z80 باش عارف باش كان عنا كان في الإني وكننا نلعبوا به شوية بالسيجما وكده ونخدموا موتارولا موتارولا ايه ومبعد القيط باللي عالم فيها شغف كبير ومليحة وليت نخلط شوية ومبعد راسبري باي وكده في نفس الفترة يعني تتشعب تبدأ تتشعب باللعب تروح ومبعد علش بدلت تبديلة لأولا كنت حاب نتقرب لطوكيو يعني عارف انه فيها الفرص اكتر بشكل عام وحتى الحياة اسهل وخصصة اني بعد ما تزوج وصرت بالعائلة صارت شوية أمور بعائلة يعني بعيد على عاصمة الدولة يراك فيها نظر صعيبة شوية على الأقل في اليوم فحبيت ندخل داخل توكيو وفي نفس الوقت حبيت نتخصص أكتر في software لانه لاحظ أنا خلال مشواري هذا كامل ما كنت ولا مرة يعني pure software engineer ما قريش software engineering بحضة مش كمانتا أو زوبير وطها كان عندي بعض النقص في هذا المجال فحبيت نروح للصفتور نشوف كيف ندخل داخل شركة pure software engineering company و نشوف كفاية خدمه البرامج اللي راهم مش غير programming programming أوكي running programming كما أي واحد ولكن يعني كفى architecture تاع البروتو كبير كفى large code كفى تتعامل معها كفى حتى commit conflict كفى تجيريها أو رضو أو tasks وكفى تجيريها يعني مدى نجير task أو أي حاجة في confluence كفى تجيري بشكل عام أخدمت مدى بسيطة يعني أقل من عامين وبعد حسيت رحي شوية تقلقت من هذا كالضمان شوية كنا ناخد مفسي رام بشكل management management بالنسبة لل dealer management system لما لديلر كنا ناخد محاصرين مع شركة نيسان كنت في شركة عندها partnership مع Microsoft فغالب الأمر كنت ممثل لشركة Microsoft داخل نيسان يعني نقول كنفر كبير بزاف فيه ناس متعدة بالتوجهات وحتى طبيعة الشغل شوية قاسية في هذا المجال المهم بعدها رحت كنفر 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 لكن حلوة شوية تشوف المنتج تشوف قدام عينك مثلا تسلا مش عارف إذا بدلوا لكن تسلا كان سيارات تسلا وعدة سيارات بودكاست بودكاست اكيد انا واحد من بودكاست في السيارة وتاني اشتغلت كتير في هذا المرحلة على 3D بالخصص من أكبر المشاريع التي عملت عليها هي 3D Laser Scanner Point Clock للموديليزيش وفيها كتير من تحسين خويتها يعني تشبع تحسين لأنه دون الأمر كل اللي نعلى ل أنا ما حبيش ندخل باش من نتعبش قالوا لي بعض المستمعين قالوا لي النقاشات التقنية تاك شدة عندك ما عندنا لحال كان يقالوا لي لازم لحا تشوفوا مجال تحسين ولكن حتى تبقى الحلقة يعني لايت والناس تخضر تسمحها غسرة ما توليش تحسين بسعة تحسين أنت قاعد قناة الدكتورة أنا عفلاس رحوا مركز تكويمي هني يصبح يحسن رح قولي هلوم في الغرب يقولون أنا حسن 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 رأى شعر يقوله طوال أرى حسن لي ساعة 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 الغرب خبنا الغرب يقولون تحسين ذاك حسن حسن تجربة مع UI Framework باش نقدر نعمل بإنترفيس ونربط هنا الكلام كان يحكي في الزوبير على فكرة Startups في مطلع الكوفيد وإن كان العالم كله وهو زوبير بارك هو مقدر يدير Startups يفشل في الناس خليك من حضرت أنا أنا قلت يدير يونيكورن وفي حاسي مسعود وما أنت مش مشكلة يغانت تتسعب يدير بوب كورن أخونا أسمع عسى الموثل الرسمي للجمعية الوطنية لأعداء النجاح وجلد الديت وجلد نجيب لك كرافاش أجلد على روح كطه بالله كانت لدينا فرصة مع جماعة مع أصدقاء كانوا أخذهم معي داخل الكيوت شوف استعملنا راسبري باي أكيد كثير من المستمعين اللي يراهم في مجال برمجيات بشكل عام يعرفوه خانياني التعريف استعملنا راسبري باي كومبيوت موضيو بتاهم عندما يأتي واحد من البروداكت ساهم من الكمبيوت موضيو لتقدر تشغله في شريحة تانية في مادر بورد تانية اختمنا تي سي بي صممناها كانوا عنا جمع من صحابنا هاردوور انجينيور صممنا PCP لحوست هذا الرازبري باي واختمنا طابلات باستخدام راسبري باي كمه و باستخدام كمه كمه صفتوير يعني ختمنا لها الشال يعني كأنه الوبراتي سيستم تيها أو يعني يعني الانبي بات الوبراتي سيستم تيها وهذه طابلات خيز وبرك ممكن الرجع للستارتاب ومشي ستارتاب ساغلنا عليها مدة يعني مدة عامين ممكن أو أكتر حتى بعد يعني قبل ما تنضج ساغلنا عليها أكتر ولكن في بداية الكوفيد تفرغنا لها بشكل كبير يعني كان عنا الوقت بزي بزيد مجرد نكسق في الضار وتختم أي حاجة وفتحنا في كيكستارتر فاندريزين كامبين فلاتفوم اه فتحنا في كيكستارتر وقدرنا المشروع والقينا وكان عنده صدق إيجابي جدا بحيث We got the fund فاند يكفي باش نصنعوا ممكن نصنعنا في الباتش اللي هو الألف حبة فقط مرانيش نهضر على ماس بروضاكش بتشركة كبار بصرا نضلك على جماعات على أصحاب وش ديرهم فخرجنا حوالي ألف طابلات ووصلت حاليا راهي في يد المستعمل اسمها كيوتي باي بالضبط يعني من كيوت ومن مراسبري باي اسمينها كيوتي باي حاليا في يد المستعمل في كل بيق على العالم في أمريكا خصوصا كانوا لدينا بزاف طالبيات من ألمانيا من أوروبا بشكل عام من ألمانيا بشكل خاص ومن أمريكا شوية في اليابان ولكن كان مشروع نسبي ناجح وشفت فيه روح ستارتاب لأنه كنا نخدم مشروع غير ربحي أكيد ما كنا نحاوسوه باش نربحه كنا نحاوسوه كيفاش نقدر نخرج مشروع إلى الواقع ما الهضرة ما الافكار ذو كعندي الافكار أنا مثلا نقدر نطرحه ألف فكرة في هذه القصة ولكن تنفيذ ترحل لأنه تنفيذ تصطدم أمور مساحيل تعرفهم يعني هنضلك على إنتاج طابلات وشوف أصحابي هذا وكان فيهم حتى الموجودين في طايوان كان قولك موجودين في طايوان رغم قراب المصدر المصدر هذو الشركة اللي صنعوا كامل شيفس أو اللي يطبعوا لك البي سي بي أو اللي يديروا لك التاست باش تجيب سرتيفيكات باش تقدر تبيع في أوروبا مثلا لازمك تجيب كتير من سرتيفيكات أمور معقدة شوية أكيد المعظم العمل كان اوتسورس الشركات الكبار اللي رامي خدموا في الضوامان هذن المستحيل تخدمها الروح كما نربطوا الكلام بوش هدرنا سابقا على الإيكو سيستم في آية المطاف مع الكوفيد يعني تعطلت كتير كان فيها كتير من النقص في السمي كوندكتر أو حتى راسبيري باي عاد ماشي متوفر في فترة من الفترات صح اي هي ولا هنا ثاني صارتنا في الخدمة هذا Arduino ورسبر خصنا راسبيري باي والPLCs إلى يومنا هذا كان مشكلة كبيرة مثلا قال نحتاج واحد سيمنس وهذا الانترفيس تاع آيو تاع سكيوريتي للروبوت هو عادة السعر تاعه مية وشي أورو مية خمسين أورو مية حبة طلبية نسبيا متوسطة يعني قاعدة في مدة سنة ممكن يعني جبنا الفاند جبنا دراهم باش نقدر نبدأ البروداكشن ولكن صارت عقيل كبير يعني الحمد لله يقدر يخرج للواقع هذا كل المشروع فقط ولكن فكرة هيدا تاريقض معروح تقول هيا ندير ستارتاب منطقي منطقي خوي شعيب جزيل شكر على كل المعلومات التي قدمت لك في اليابان مزلت لي سؤال آخر نطرح ونخلي تختم بها باش منطول عليك كثيرا شدينا لك وقت العمل انت اليوم الاخوة الجزائريين ولا الاخوة العرب عموما اللي حابين يجو لليابان بنسبة لك هل تقدر تقول ما هي الشروط ولا ما هي المتطلبات من إنسان مسلم عربي راح يعيش في اليابان وش لازم يتوقع وش لازم يكون عنده يعني أسلحة باش كي يعيش في اليابان يعيش يعني مرتاح وميسر ومش مشكل ولا صعود باش الاسلحة راح باصي راح السيد راح الاسلحة انساء الله ميت رزمو هيا سبا كذلك والله أوكي نبدأ كيف أول إذا كان طالب وحبي يقرأ نظر أن نكوفرينها في بداية القسرة حاول تقدم على ومشي غير المنحة هذي كان كثير من المنحة الداخلية داخل اليابان من شركات مثل شركة بنانساني يقدموا من منحة عدة شركة تقدموا منحة صغيرة ممتوسطة إذا كنت كمّلت دراسة وتحب تروح تستغل مؤخرا عادت موجودة إذا كرناها خلال القسرة اليابان يتحاول تنفتح على العالم فيما معناه يتحاول تستقطب أنا أضلك على المهندسين بما أني مهندس تجيب فيهم من الخارج تلاحظ مؤخرا كثير من المصريين أو حتى نعرف حتى الجزائرين يجاب بعقد عمل إلى اليابان هذه وإميغريشن صراحة بسيطة يعني بأنه كان شركة كاملة تتكفل بك هذه واحد تانيا لما تكون موجودة هنا داخل البلد كيف تقدر كشخص عربي كشخص مسلم كيف تقدر تعيش أولا نحي المخاوف لأن البلد فعلا آمن ولطيف وكل من هذا الجانب حرية الاعتقاد وحرية الممارسة الاعتقاد شكل منقطع نحكي حكاية صغيرة صرت في البداية في الشهر الأول يعني اللي جيت فيها كان يقرر أستاذ لغة يكن تقرأ لغة يابانية كان عندي أستاذ تخيل خيطها هذا أستاذ مختص في اللغة العربية وذول اختصاص تاعه فهما كانوا أستاذ كلهم مختصين في لغات أخر أستاذ إنجليزية ألمانيا كده ويقرروا الأجانب لأنه الأجانب يجو من كل الجنسيات فهذا كان يتقرب مني يحاول يحاول يحكي معي أني كنت العربي الوحيد في هذا القسم ويحكي لغة عربية فصحة رائعة يعني صعيب باش تقدر تحكي معاه من الأخر يعني نحن هضرو درجة ونهضرو عربية مني نقصد أنا ماشي احنا انا ثاني ايه باش نزعفوش منه في مرة من المرات كنا في رحلة ميدانية خرجنا بره رحنا باكدوم اسمها هكذا المنطقة اللي ألقت فيها قنبلة نووية على هيروسيو كنا في هذا المكان اللي هو حذقة عام ما وكل ومبعد اني متذكر كان وقت صالت وهو يعرف على باله قال لي شو عيب قال لي يهضر هكذا فصيحة جدا قال لي ممكن تصلي عادي انت لست في فرنسا هنا اليابان صح صح هو عاش عاش في دول عربية يعني عنده عقلية يعرف مليح فعلى باله في مدى الحرية كفى مختلف وفعلا يعني تقدر تمارس اي حاجة تديرها وبعد ما يشوف حتى معك هذا امر مليح بزاف حتى بعد ما ترت العائلة وكذا وقتلي تلاحظ بشكل اكثر العائلة تكون مرتاحة جدا داخل البلد مكحتى مشكل مكحتى حتى تخوف اهم نصحة ننصح بها الناس اللي يعيش هنا لو يتعلم اللغة قدرة المستطع صح في البداية راح تبلغ عقابة خصصا لو كان كبير شيف العمر وبدأ تعيش بيضو انا كنت تقصيني تقول روح تعلم المانية بدأ قلق عيان تعلم اللغة واحد أخر بالزل بالصح يعني مفيدة جدا لو تعلم اللغة راح تستمتع كثيرا بوجودك داخل البلد رايكو عندك فرصة باش تجرب امور مستحيل تجرب ها لو لم تحكيش اللغة راح تعيش يعني يوميات جميلة ورح تنفع روحك يعني ممكن هضرت على كل جوانب على كيف الحياة اليومية باس به جدا جدا في البداية ما كانت العامل والكامل نقل غير روز والحوت لكن الحمد لله حتى لما نستوى الاستيراد يستوردو كين ما تنساش باليارة موجودين جالية مسلمة كبيرة جدا اندونيسيا وماليزيا اللي راهم جيران بالنسبة اليابان فاليابان يعرف الإسلام ماشي ما يعرفوه او يشوفوا مرة متحجبة مثلا يعرفوا يجي سبسيك من اندونيسيا واحدة مدحجبة من اندونيسيا هذه يعني يقول لك الهي نصائح اللي ممكن نعطيها الوحد اللي حبي ايش جزيلا شكرا شكرا جزيلا شعب ربي احفظك انا صراحة نستفت خصوصا في ان عرفت معلومات اخرى عرفت بالشي كان يزيد نالها شوي كان يوري في الحقيقة ولكن كان يوري جانب الحقيقة ما كان يوري الجانب العادي كان يوري الجانب الخاص حالة الخاصة في اليابان ولكن ايضا حاجة كنت عارفة ولكن ما كنت متخيل بهذه الدرجة ان اليابانيين يعملوا اكثر من مطلوب منهم وهذا بضغط اجتماعي هذا امر مربك شوية لان الانسان ثاني لما يمشي اليابان كما كنت تقول لانه عندك حساسية من الامر انك تعد تزيد عليها لو الواحد لاحظ وش كنت تحكي عندك حساسية من الامر ان الواحد يلغي العائلة تعو وهي معروفة على المجتمع الياباني انه عندهم مشاكل في الزواج عندهم مشاكل اسرية كبيرة اللي احنا ممكن ما نتأقل مش معها وايضا كيفش اليوم اليابان بالرغم من انهم ممكن من ناحية التكنولوجيا كما كنت تقول software انجينير ما همش في الانجينير ما همش المتقدمين ولكن التقدم اللي دارو في الثمانينات والتسعينات والسبعينات متقدمين طه ما همش ملوه خلاهم انهم يبقوا في الركب الاول فرق من يو زين بولت ينحول الكورد ومن يو زين بولت بطي بصح هذه العقلية الهنة زوبيرة هذه العقلية يعني حكاية صغيرة من رأس التلميذ شفت طفل صغير يلعب بكرة القدم لما كنت داخل المدرسة قطلوا انتم ملاح في كرة القدم في هذا الوقت كانت اليابان فازلت بكاس آسيا 2010 ربا لك و2011 يعني كما احنا مثلا جزيك يبدي بضافريك يعني حاجة كبيرة انجاز انتم ملاح قطلوا انتم ملاح كرة القدم قال لي قال لي مربح نشكس العالم سنرى شي بلاح الهدف ما يشكف كيف فهل حواج خلتني من خلال حديثك اني نفهم ان اليابان صح دولة مختلفة عن الباقي يعني لو لو تشوف ماذا انك يحكينا على المانيا المانيا ايه صح أبغريد على أوروبا ولكن تبقى أوروبا فيهم الكثير من الأشياء المشتركة والعادات المشتركة مع باقي أوروبا في حين اليابان مختلفين كثيرا فنشكرك جزيلا شكرا نخلي الكلمة أخيرة وبعد نفوت لزوبير الختم بارك الله وفيكم دكتور طاها وزوبير على هذه الاستضافة وعند البودكاست الرائع جدا أنا انا بيك فان ممكن الحلقات كلها نسامعهم غالبا في السيارة نتلقى البودكاست نخليه يمشي شكرا مبادرة طيبة إن شاء الله نتمنى لكم الاستمرار ممكن ناصي أحا عامة جدا لأي واحد رأي سمعو فينا وأخص بالذكر اللي جان الصغر اللي راه في الجامعة في فترة الجامعة حاول قدر المستوطع باش كون نفسك لأنه حاليا رك في وقت يسمح لك باش تتعلم و باش تغلط و باش تعود صحح عن ذاك الفرصة حاول تدير باكراوند قادر الإمكان وما تهتم فقط بالنقاط ولا بالنجاح ولا باديك المعايير السخيفة باش تجي بالعام حاول دعم روح قادر المستقبل مشرق إن شاء الله وأهم نصيحة ما تقارن بزا فروحك بالناس عيش تايملاين تاك وحدك ممكن راح إن جلز أنت راح تديره على خمس سنين ممكن راح زايدة على نفسك هذا ما كان ورب يوفق لجميع إن شاء الله شكرا جزيلا شعاي بارك الله فيك صحة نحن نطولنا عليك حسنا كانت جد ومهمة خاصة المواضيع وإنها إن شاء الله مستمعين أنتم ثاني استفدتو خاصة على نزع هذه الصورة النمطية على اليابان وليسي يقع فيها الكثير أنه الرومانتيجي والدول هذه خاصة لما الإنسان يتعلم على الثقافة ويسمع بها عن طريق كما يقول قوة ناعمة لو تأخذ مثال كوريا ثاني رمج جماعة كان يسلم متغفرين بكوريا سواء عن طريق المسلسلات أو الفرق الموسيقية ومجمعت هذه أرمي وكذا وكذا نفس الشي الناس يقعوا في حب اليابان عن طريق المانغا وعن طريق كونان ولا عن طريق مسلسلات ولا يخدم هذه الصورة وحتى الأوروبا كان ياسر ناس يتخيل بأوروبا الجنة يلحق يقول أنا من يشتع أنا من يشتع أنا من يشتع أوروبا يقول الكرتونة في روما ولا قاعدة في الحومة كان يقول فهذه تصورات الإيجابية ياسر وانا جي تستطدم على الواقع حم مباشرة كما هنا فيتسفتونا بارك في العمل هنا عدنا ياسر حوائج إيجابية في المجتمعات نحاول الأمور السلبية لأن الواحد يأكلوا قلبه ومن يحصلوا مهية دولتان فشكرا جزيلا وراء أخرى وأنتكم سحمس الميد تعنا نتقل حراء أخرى إن شاء الله السلام عليكم وراء أكتب